المهم ان نازل دارين يوصلوا لينا انه لو دارين تلحقوا الغرب اعملوا زي عمالة الغرب يعني مسا يقول لك تلقى واحد شيوعي يقول لك انتو متخلفين ومتزمتين كويس يا المتغدين نسوي شنو يقول لك طبعا انتو اندكم مشكلة في الغنى اها كويس اها حتينا النبق تاني في شنو يقول لك طبعا برضو نخلط يعني انا والمرة واحد كويس مشينا لك تاني في شنو هل دا دا يا اخواننا سبب على الكلام دا سبب في نهضة امة يعني دا سبب في نهضة امة يعني الامريكان دا المشوا القمر لانه في 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 رشا سفينجات ولا رشا خور ولا هوا زي دا ها ولا في والدلمين قاعد يغني هل هل دا السبب يعني دا السبب هل السبب بتاعنوا الاسرائيليين يضربونا نحن في مصنع اليرموك ونحن الى الان ما عارفين ضربونا بشنو بطيارة غنبلة اه ولا نبلة نووية ما عارفين كويس انحن ما عارفين ويمكن يكون ضربنا دا برلوم في جامعة من الجامعات بتاعت اسرائيل باحداثيات نجمنا ومشى ونحن لا سلافين صينية هل السبب بتاعهم الكلام دا سؤال منطقي جدا هل بتلقى في جامعة بتاعت كفار جامعة اسرائيلية ولا جامعة امريكية ولا جامعة فرنسية ولا جامعة انجليزية هل بتلقى فوقها حفل استقبال الطلاب الجدد ها معلوم النازل النازل قاسيين ولا شنو الجامعات فيها غونة فيها كمان بيقى الفنانين سيفة جامعة وما عارف ليك شنوع يغضى الجلاد وكلام كتير الكلام دا في الجامعات هناك عندهم في لاني اخواننا الجامعة هي دا دار للعلم كده خليك من قبل ما نقول لك حرام وربنا قال والنبي صلى سلم قال كويس انا لو دار اتقدم اخوش هنا ولا اقعد اخلط عشان كده بتلقى الخريج عندنا هنا في الجامعات انا ما زال زي القاري جامعة كويس وخشيت الحياة العملية وعارف الحاصل شنو تلقاه خريج بيشهادة تلقاه كلها تحت ما قد قده تزعى مواد وعشرة مواد ودي باصرة بيجاي ودافرة مشكلته شنو مشكلته انه الدين قال له ما تقرأ مشكلته قاعد في النجيرة يقطع انتي وانا من حقنا نفرح نطير زي الفراش تلقانا صاقعة خمنا لا انت يلقوك لانا ما ما في ما في وين القراية وينه القراية يا اخواننا هل كان يوم من الايام الدين دا ما سؤال محوري جدا سبب لانه ان احنا نتخلف ما كان سبب اصلا ولان احنا بنقول انه ان احنا لما نتمسك بالدين دا بيمنعنا من اخر الاسباب المادية ما بيمنع ولذلك يا اخوانا شوف انت اذا بقت عندك الغناعة دي اتا بعد دا بتتعاطى مع الحياة دي بيدين وبيفهم ما بتكون زول ماشي ساي في ناس الحياة دي دارين ناسا زي اشيعين يقول لك والله ان احنا مع الطيور انت زول مسكين ولا شنو ربنا غزلك عقل باسم دا لي شنو عشان تبقى طيرا ربنا سبحانه وتعالى غزلك عقل الدنيا دي تستفيد منها في الاخرة فانا داير الموضوع دا يقع على الشباب نحنا كمسلمين ما عندنا نعزة الا بالدين وبنفخر بالموضوع دا كويس بالاسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده الامام مالك عليه رحمة الله قال لا يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها وديننا دا ما داير له زيادات ما داير زيادات عشان كده دايما بتلقانا احنا بنتكلم عن شنو يقول لك مثلا نتكلم عن الطرق الصوفية والاحزاب السياسية وغيرها يقول لك ليه بتتكلم فيهم لانه يا اخوان الناس ديال كانوا سبب في ضياع الامة الامة الاسلامية كانت امة قوية قال الحسن البصري رحمه الله ما كان يمر يوم في زمان عثمان رضي الله عنه الا وينادي المنادي ان تانهلموا الى اعطياتكم انت الكلام دا انت فهموا معنا شنو ها يعني ما في يوم بيمر الا المنادي بتاع الرئيس بيمشي في الحلة بيقول يا ناس تعالوا على اعطياتكم اعطياتكم ديشنو يعني بنوزع إليكم مواد تموينية قروش حاجان زيدي انتاعلوا واخذوا نصيبكم من المال انتاعلوا واخذوا نصيبكم من العسل والسمن يعني تكون قاعد كدة بقش احمق قول لك mismo يا ناس هوي تعالوا الليله يوم توزيع الدقيق يا ناس هوي تعالوا الليله يوم توزيع كدة يوزعوه عليك الكلام ده وصلوا له بي شنو دمع سؤال منطقي جدا الكلام ده وصلوا له بي شنو في الدين أعداء الإسلام من اليهود والنصارى لما انجلقوا إن المسلمين بعقيدتهم وبادينهم ما ممكن يهزهم وما ممكن يضربهم منجوء قاموا قالوا ندخل في المسلمين دي الأفكار Perché نلقاهم مشتتوين تلقى ده بكورك وده بكورك وده بقول أنا مسلم وده بقول أنا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وده بقول أنا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن اللي اتنين تلقاهم متناقرين وبشيلوا السلام على بعض وممكن تلقام أخوان في البيت ده جاب هاجي وده شيوعي وده حزب أمه الصينية بتاعة الغداء يقعدوا ساعة ثلاثة يمرقوا ستة يوميا النغاش نقا بس فيش نوه عشان كده أخواننا الناس اللقاموا دخلوا لنا حاجة يسمى البدع البدع حاجة ما من الدين ينسبوها للدين دي البدع حاجة ما من الدين ينسبوها للدين يتعبدو بها ربنا سبحانه وتعالى ودي حكمها في الشريعة إنها حرام ومردود على صاحبة وبنجي نديك النمازي احنا كلامنا في الصوفية وفي غيره لأنه ناس يا أخواننا بيجيبوا بدع وبوصلون المسائل دي أول بدعة حصلت في الإسلام بدعة الخوارج لازم يا أخواننا الطالب يكون طالب مثقف يكون عارف دي شنو ديل بيقولوا شنو في ناس بيمشوا سيح يقول لك والله يا كما بقيت معنا مؤتمر وطني ما بتشتغل هو شغال هو ذاته شغال يقول لك بنشيلك مواد ووجب هذه لما جيبوا مدفق من المواد انت ما تتغش يا ساي في ناس يا أخواننا ناس ما ساكين بيتغشوا ما تخليك ذو المسكين خليك ذو الفاهم اللي بتكلم دا بقول في شنو وداري وصلني لشنو ما تبقى ذو لندروسي ساكين أي ذو لي خمك في إمتى؟ دال الخوارج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين وفي حديث أخرى أرسل إليه ذهيبا في أديم مقروض لم تحصل من ترابها يعني النبي صلى الله عليه وسلم جابوا له دهب لسه ما عملوا له شنوه ما نظفه في التراب بتاعه قال فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين أربعة نفر وما أعطى الأنصار شيئا في ناس من الصحابة إيمان قوي وإيمان سابق سابقين في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم مدهم أدى الناس الأسلم يا دوب وناس رؤساء قبائل أراد أن يتألفهم بالإسلام كويس؟ يتألفهم وده يا أخواننا في الدين فيه ولا ما فيه ربنا قال عن الصدقات والمؤلف أشنوه؟ قلوبهم ديل من أصناف الناس اللي بيوزع لهم الصدقات في واحد اسمه زهير ابن حرقوس زهير ابن حرقوس ده رأس الخواري لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم جسمها في الأربعة ديل وما أدى بقيت الناس قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله شوف الكلام ده كيف؟ يتخيل ده باتهم مني يا أخواننا؟ دعم الفوق مسلم وباتهم الرسول عليه الصلاة والسلام باشنوه؟ بالجور والظلم بيقول له أعدل فإنك لم تعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله لأنه ده في فهمه إنه لازم الناس دي كلها نقسم لها سواه لما نقسم لها سواه فيهمتا؟ وفيه يقول لك حركة العدل والمساواة ده لعب سايه وده زال ما فاهم الفاظل بيقوله لأنه يا أخواننا العدل لا يقتضي المساواة مثلا يقول لك أنا سوداني وإنت سوداني وإنت جيت الكلية هنا وقريت خمسة سنة وشلت الشيطات وصبرت على المطرة والطين وتسافر وتخلي أهلك كم شهر حاجات كتيرة جدا وتعبت وساهرت وقريت ومشيت سكيت الخدمة ومشيت اشتغلتها وبيقول الدوك راتب مثلا سبع الف في الشهر اجي زول ما قرأ نام لما شافك انت بتقرأ في للجامعة يقول لك اه ده زول مجنون ساكن خليه يمشي يقرأ القرأ عمله اشنو بعد ما انت تخرجت واشتغلت جا ويقف في الصف بتاع المرتب قال طبعا يا أخواننا نحن كلنا سودانين ولابد البلد دي القسمة فيها تكون بالمساواة تدو سبع الف تدوني سبع الف يافية ينكسر كراسية هل ده ده بيصع عقلا؟ يا أخواننا ده عقلا بيصح ما بيصح ليه؟ لانه ده ما من العدل لانه الزول اللي اجتهد يستحق على قدر اجتهاده البلد ده زول خويصر التميم الخارجي الخارج ده من الخوارج قال للرسول صلى الله عليه وسلم مفروض تساوي بين الناس ما المفروض يساويه مفروض يعدله وهذا من العدل لانه النبي صلى الله عليه وسلم قسم الزكاء في من يستحق كويس؟ النبي صلى الله عليه وسلم طوالي استاذن خالد بن الوليد وفي رواية عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال دعه لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه يخرج من ضئدي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان الآن شوف ناس داعش دين حصل فكوا حجر بس في إسرائيل التفجيرات بتاعتهم مين؟ اتخيل ذول يفجر في سبع عشرين رمضان الفادة يوم الجمعة يوم الجمعة يوم في مغيبة الشمس في رمضان يوم سبع عشرين رمضان في ليلة القدر أو ليلة يرجى أنها ليلة القدر يفجر في المدينة النبوية قرب قبر النبي عليه الصلاة والسلام بكم متر دا يعته إسلام الداري قدمه دا السبب اللي خلاه يسوي الكلام دا شنو؟ الفجر دا فرنسي إسباني أخو سامويليتو دا شنو دا؟ دا عربي أو زي ما بقوله مسلم زينا دا مسلم زينا نحن طيب الركب له والفهم دا شنو؟ الفهم دا ركب له منه؟ دا ركبته لنا الفرق اللي هي أصلا جاية من اليهود والنصارى الفرق دي لما تكتر بتبقى بلاد المسلمين فوضى ما في شغل ما في تقدم ما في تعلم ما في تنمية كل ما في الناس بتقعد متشاكسة أديك مثلا السودان هنا بتجي تلقى دي أسعين دي كم جماعة هنا حركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين البريق في زمن الانكسار وإن كسرت تبرك في جنو يبرك في خنق هناك ما عرف إن الآلام العظيمة تبني الأمم العظيمة إذا وعت وتعلمت ربطة الطلب الناصريان ما عرف ليك حجد أسماء ولكن قلوب تجمعها غيم لسنا حجد أسماء ولكن قلوب تجمعها غيم دي كلهم بيجوك وبعد شيء بيجيك شعبي وبيجيك غيره أنا ذا الفهمهم شنوه فهمهم إنه أي واحد دار يمسك البلد دي بدي تمسك أمريكا الكفار دي أمريكا الكفار دي بلد من مية وحاجة سنة الدستور بتاعه موضوع حسمه موضوع دستور علماني الدين الرئيسي هو الدين النصراني البورتستانتي دين عديل واضح يعني إنت لو كاثوليكي ما من حقك تتصدر للدين في أمريكا ما مسموح قيام حزب شيوعي في أمريكا أمريكا الكبيرة فوق حزبين أنا ليه بتكلم عن أمريكا لأن العلمانيين ما بتكيفه تقول لما الله قال والرسول قال يقول لك أنت متخلف متزمت وجاي واقع من كتاب تاريخ ووي إلى آخر لكن لما تقول ليه سيدك سيدك أوباما قال وأبوك الشيخ لينين قال بعد ذلك بيصدق أمريكا الكبيرة فوق حزبين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي تعال أمسك حزب الأمم في الجامعة دي حزب الأمم الفيدرالي حزب الأمم الغيادة الجماعية حزب الأمم القومي ده ده المنتخب الغومي تبع الصادق حزب الأمم جنح نهار حزب الأمم جنح مسار حزب الأمم ما أعرف ليك زي ما قال داروب في الإسرائيليات الكوزانية قال حزب الأمم قال داروا جنب الديات كل يوم جايب لين حزب جديد في إمتى دي الأحزاب قاعد هنا تعال أمسك الاتحادين اتحاد الديمقراطي هيئات مرجعيات إلى آخر البلد دي يا أخواننا التكسيم ده في الإسلام فيه ربنا سبحانه وتعالى قال وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِين مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فريحون وربنا سبحانه وتعالى قال وَلَا تَنَازَعُوا أهى النتيجة شنو فتفشلوا وتذهب ريحكم ريحكم معنى شنو معنى قوتكم وهيبتكم لكن يا أخواننا أهم مسألة الناس ينبغي أن تعرف إن الإسلام ده الإسلام ده إسلام لا يعارض بل يوافقه العقل الصريح لازم يا أخواننا دي عقيدة تخذ تهجوا قلبك لأنه والله لو خشيت الجامعة دي إلا من رحم الله والله يضيعوك ضياء يضيعوك ضياء لو باريتم لأنه كده يا أخواننا الإنسان لازم يأخذ تلغنى عدي في قلبه فيمتة الفرغ دي جات بعدين يجوا ناس الشيعة الناس اللي بيصبوا الصحابة وديل بيقوا كتار جدا في السودان الشيعة وبيقوا ها بعدين جوا القدرية والجهمية والمعتزلة الناس الترابي الترابي ده هو قائل نفسه جاب جديد كل مرة يجي ينكر له حاجة عيسى ما نازل يعني عينه هنا عيسى ما نازل بقى كويس المهدي ما في مهدي منتظر يعني عينه ليه أنا أنتو قال قال الآن المشكلة بتاعت المسلمين قال إنهم منتظرين المهدي ومنتظرين قال عيسى الدجال كده عنده محاضرة قاعدة في اليوتيوب باسلوب استهتاري قال رأي جن يعني المفروض ده أن نخليهم القالهم النبي صلى الله عليه وسلم ونمسك في الترابي نقول لي الله أها أمرقنا كويس دليل في الشريعة الإسلامية المعتزلة شيوخ الترابي دي الناس قدام من سنة متين وحاجة هجرية رفت الفهم شنو الفهم يا أخواننا إنه التفرق في الدين ما في ما في تفرق المشاكل القتل والتشريط أفتح غناة الجزيرة أفتح أي غناة الضرب بيكون وين في بلاد المسلمين في سوريا تلقى في ضرب في مصر فيها ضرب كويس غير من تونس غير من المحلات تلقى فيها ضرب المشاكل فيها فلسطين الضرب فيها ليه اليهود ديل هناك ما عندهم ما عندهم ليه ما عندهم ليه ضرب هاي يجوك شيوعين تلقىهم عندهم أدبيات بالشعر في الكون يقول لك حقك تحرص ولا بجيك حقك تقاوي وتقلع والمب تحصل جدع شغلانية بس عبارة عن هنبة بس شغل بتاع هنبة عشان كده أخوانا الإسلام ده الإسلام ده دين يوافق العقل الإسلام فيه استقرار كويس الإسلام فوق إنه الناس مع أخذ بيدينة وتمسك بيدينة تأخذ ب بدنياها وتتقدم فوقها وما تكون عانا على غير من الأمم الآن نحن عالى في أي حاجة على غيرنا من الأمم طيب في الآن العالم الإسلامي الآن ظهرت فيه فرق كثيرة وجماعات وأحزاب وطواف كلها بتحارب الإسلام وإن كانت هذه الكلمة حارة لكن هي الحقيقة المرة أهم حاجة في الإسلام العقيدة أخوانا يتكلموا عنها قبل شوية وده الموضوع عن ربنا بعث له والرسل وخلقنا من أجله ربنا ما خلقنا عشان نجي نقرأ ونتخرج ونعرس ونبني بيوت وبعد ذاك نولد وأولادنا يقروا ويعرسوا ويدفنونا وهكذا لا ربنا سبحانه وتعالى قال أخذتم أنما خلقناكم شنو عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربنا خلقنا عشان نعبد براه وبعث جميع الأنبياء والرسل بهذه الغاية طيب العبادة دي ما بيسموها عبادة إلا مع التوحيد طيب أنت بتوحد الله بمعرفتك بأربع أمور الأمر الأول الإيمان بوجود الله مش عندنا أركان الإيمان الستة أول ركن اسم شنو الإيمان بالله أول مسألة عشان تعرف يا أخواننا إنو نحن والله في الجمعات وفي بلدنا دي بيقات في مصايب يخد تحييرك أنت تنقض الإسلام من تحت أول مسألة في أركان الإيمان الإيمان بالله في واربع أمور الأمر الأول الإيمان بوجود الله وفي ناس أنكره اللي هم الشيوعين أو المادين وذي اللي بيجوك في الجامعة هنا بشبهات يقول لك يا زول هوي نحن طلبة جامعين ونحن ناس قرينا والوهمة بتاعت الله قال والرسول قال دي يقول لك ما تقول لنا لذي ذي اللي لقيناه ما نحن ويقول لك أننا أنا زول عملي واحد في جامعة يسمى أم درمان الأهلية هناك اسمه عصمة الدسيس قالوا بيقى حزبه أمه في أم تألمهم كان شيوعي كان بيقول للطلبة قال أنا لا أستطيع أن أجزم أن الله موجود أو غير موجود لأني لا أملك أدوات إدراك الذات الإلهية قال عشان توروني الله في لازم تدخلوني المعمل زول مادي دار لحاجة هبشابول كده حاجة كده مادية بالحواسة الخمسة كويس وده وده يذكرنا قصة حكاة واحد قال في طالب صغير صغير بعدين بيقررهم أستاذ شيوعي ودار يأصل لهم للحاد قام قال لهم يا التلاميذ أترون هذا القلم قالوا نعم قال إذن القلم موجود ترون هذه السبورة نعم إذن السبورة موجودة ترون هذا الكرسي نعم إذن الكرسي موجود قال لهم أترون الله قالوا لا قال إذن الله غير موجود قال له شافع صغير طبعا ناس داعش ديل النوعية بتاع الداعش ديل لو جيت قلت له أغنع زي ده ما بيقدر يغنعه بس إلا يجيب له حزام ناسف ويفجره أو لو جيبت له كوز قلت له أغنعه إلا يجر له سيخة ويضربه ده الموضوع كده ليه لأنه ما عارف الدين زي واحد قال اللي قال له واحد كافر قال أسلم ولا أقتلك قال له طيب دار أسلم أسوي شنو قال له أنا ذاتي ما عارف طيب أنت ما عارف أنت دار تدعو الله كيف لأله دار تدعو كيف في إمتى ده الشافع قام قال له بالمنطق بتاعه قال له أترون القلم قلم الأستاذ قالوا نعم قال لهم إذن القلم موجود قال لهم أترون الكرسي نعم إذن الكرسي موجود ترون السبورة نعم إذن السبورة موجودة. قال له ما ترون عقل الأستاذ قالوا لا. قال إذن عقل الأستاذ غير موجود. صفر صفر كده. ما هو شوف الحجة دي الإسلام دي أخوانا. إسلام موافق للفطرة. وجود الله سبحانه وتعالى ده ده من الأمور الضرورية. يعني زي الزولة بيقول لك كده يتلاقي الشمس موجودة. ده مش بتدي كف. عشان كده العلماء قالوا من أصعب المهمات شنو. ها شرح الضروريات مش. أسي أصعب حاجة في الرياضيات لها جاتك شنو. يقول لك أصبت لي. آه نهاية مش. من النهايات. صح? لكن لو قل لك من الغانون جيب لي مثلا اتنين سنجيب التفاضل بتاعتك. قل لي باس اتنين خلاص الموضوع انتهى. لكن لو قل لك من النهاية. لما النهاية تدالة تقول لي الصفر. بتعمل لك سبعتاشر سطر. ناس الزول ده. وجود الله سبحانه وتعالى ده شي مستقر في الفطر. واحد من الاعراب. قال البعرة تدل على البعير. والسير يدل على المسير. فسماو ذات أبراج. وأرض ذات فجاج. ألا يدلاني على اللطيف الخبير? لو جيتنا في الجامعة دي جيت قلت له يا أخواننا المنديل ده طبعا. المنديل ده جاء صدفة. والفاين المكتوبة واتناشر اه اتناشر جطعة دي. دي دي يوجد الصدفة سائل اتناشر دي. قالت كده نقعت هنا. النجايل هنا ونمشي. بالعجل كده بتصدقها. انت مسلا جيبلوك في الجامعة دي الصدفة بتصدق. ها? عشان كده بيقول لك اي مفعول به لا بد له من شنو? من فاعل او اي فعل لا بد له من شنو? من فاعل ظل ضربك اي حسيت بحاجة اثر كده بتاع ضربة ورا. معناها في ظل ضربني? يقول لك لو 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 تبقيت يعني تشوف ان اتضربت وما اتضربت معناها شنو? معناها يتجنت مش? دي حاجات ضرورية. طيب الشيوعين يا اخوانا. الشيوعين. قاموا عشان يجيبوا الكفر بتاعهم والباطل بتاعهم ده في صورة ظريفة. انهم نظريتين. نظرية فلسفية ونظرية يزعم انها علمية. النظرية الفلسفية هي نظرية الصدفة. ان الكون وجد صدفة. يقول لك الكون ده كله جاء صدفة وهذه بطلانة ظاهر جدا. عرفتها? ويقول لك يعني اه اه يعني يعني فجأة كده او المهم حاجة كده جاء الكون. ده كله طبعا ما بتقدر شنو? ما بتقدر تغنعه بطريقة او ما بتقدر تغنعنا به بطريقة علمية. الامام ابو حنيفة رحمه الله جاء طايفة من السمنية. السمنية ديل مجموعة من الشيوعين الجبهة الديمقراطية الهنود الزمان. قاموا قال له دارنا ناظرك في وجود الله. طبعا ابو حنيفة رحمه الله كان اماما ذكيا كان زون فطن. قال لهم خلاص تعالوا لي بعد ثلاثة يوم. جوا بعد ثلاثة يوم. قال له يا امام دارنا ناظرك في وجود الله. ليه قاعد يفكر خات يده كده? ها? قاعد يفكر. قال له فيما تفكر يا امام. قال اوفكر في امر عجيب. قال وما هذا الامر العجيب? قال اوفكر في سفينة تجوب البحار والانهار وتحمل البضايع وتنزل البضايع ثم تعود من حيث اتت وليس عليها عمال ولا حمال ولا ربان. فقال لو اجننت يا امام ايفكر في هذا عاقل? فقال اقول لكم سفينة تجوب البحار والانهار وتحمل البضايع وتنزل البضايع وليس عليها حمال ولا عمال ولا ربان وأنتم تقولون أن هذا الكون بسماواته وأرضه وأشجاره وبحاره ليس له خالق ولا صانع فأينا المجنون شوف الحجة دي قوية كيف دي نظرية الصدفة والصدفة دي الصدفة دي انت في الاختبارات بتاعة تلفزية بيقول لك لابد من تكرار شنو من تكرار التجربة مش حماية من الخطأ الصف حماية من الخطأ الشخصي وتأكيد اللجنة لنتائج نتائج التجربة صح ولا ما صح الكلام ده قول لك تجربة كم مرة ليه لأن الصدفة ما ما أخوز بها هل حصل لقيت مثلا المعامل في الفيزية تزعب وين تمانية ولا كم هم مش في معامل زي ده بتاع الجاذبية ولا بتاع شنو ها المهم في معامل تلقاوا مثلا هنا تلقاوا نفس المعامل تمشي مثلا واطة تانية تلقاوا مختلف هل بتلقى الكلام ده تلقى انتظام بديع الحرارة النوعية مثلا بتاعت الجاذ بتاعت البنزين للناس اللي بيقروا مكانيكا كويس هل واحد ما واحد عشان كده بتلقى في التصنيع بتاع العربية ما واحد عشان كده العربية بتاعت البنزين لو كبيت لها جاذ ما ما بتشتغل وتاني إلا تنظف التنك الاخر الخلق البديع ده الخلق وكده منه طيب هل يمكن هذا الخلق البديع ان يوجد صدفة المروحة دي ممكن توجد صدفة ما ممكن دي النظرية الأولى النظرية التانية عندهم واحد اسمه شارليس داروين داروين واحد قام جاب له النظرية يسمى الانتخاب الطبيعي وإلى الان بيقررها في الجامعات نصفتح الرابعة ومين ومين من الشيوعين يقول ليك أصلا الانسان كان عبارة عن خلية أولية زي ما قال ليك أخونا ويسر قبيل ثم تطورت هذه الخلية الأولية وصارت بعد ذاك شنو بني آدم وألف في ذلك الشيوعين كما ألف فريدريك إنجلس طبعا نحن بنقول ليك الكتب لأن الشيوعين اللي بيكونوا قاعدين هنا ديل ديل ما فهم من حاجة ديل بتاعين حد حد بتاع نبك وحب بكانات وكلام فارغ زيدا في متى؟ إنجلس قال عنده كتاب اسمه دور العمل في تحول القرد إلى إنسان قال دور العمل في تحول القرد إلى إنسان قال في مرحلة كانت فاصلة بين القرد وبين الإنسان يعني كلنا كده نحن عندنا الشيوعين كنا جنو ها مونكيز قبل المرحلة دي بعد ذاك قال في مرحلة قال القرد بيقى كان بيمشي بيكل عين أربعة زي الغنماية بعد ذاك يحتاج إنه يأكل من الثمار بيقى يقيف شوية يأكل أكل عمودية وينزل وبعد ذاك قال إلى أن تطور وماش إنسان طبعا إلى أن تطور دلوها مزاتا مش إلى أن تطور لا ما وريني يعني الفاهم شنو هنا يعني المصيبة اللي بتقدر تغنعني بها المرحلة دي يعني المرحلة التحول السبب شنو تحول طيب سؤال منطقي نحنا ها بفهمة شوين كان أجدادنا قرد الضنب مشا وين سؤال منطقي منطقي هو مضحك لكن سؤال منطقي والله جد ما سؤال منطقي الضنب مشا وين يا ناس يا قلتم تلعبوا علينا نحن ما أنا والله بغنعك هس يجيب ليه ديكتور ولا زول بتاع أنسجة بيغنعك بالكلام ده يقول لك طبعا الضنب عضو زيه زي اليد زيه زي الراس زي الأضان غيره والعضو بتكون من مجموعة من الأجهزة والأجهزة بتتكون مجموعة من الأنسجة والأنسجة بتتكون مجموعة من شنو من الخلايا معقول الضنب ده بس يكون يعني يكون البسط أخر ولا شنو تلب ما له ما سؤال مشا وين عشان كده أخواننا ده كلام ما بيخش العقل السؤال المنطقي والموضوعي والقال داروين وشو عم بقوله داروين قال النظرية بتعتدي فيها خلل الخلل هو من أين جاءت الخلية الأولية الخلية الأولى دي زاتة جاءت من وين تقول لك طبعا الخلية الأولى كان فيها سايتو بلازم برضو ده اسمه سؤال اسمه الدور الدور معناه شنو معناه فلسفة وصفة تساكن طيب من أين جاء السايتو بلازم الله سايتو بلازم جو وقع له من جيب كوز من أين جاء جيب الكوز ما سؤال أنا ما بخلك بكده نبقى في شنو نبقى في تسلسل عشان كده مرة مرة نغشنا واحد شيعي في جامعة السودان بدري الكلام ده قام قال لي قال لي غنعنيه أنه الله فيه عديل كده قلت له كويس انتو بتقولوا بنظرية داروين وقلت له من أين جاءت الخلية الأولية لما ما لقى حاجة قال لي طبعا في حاجة يسمى الانفجار العظيم ومزنب هالي وظنه كان بيحضر سنبل قال لي جاء من هناك قلت له طيب مزنب مزنب هالي ولا الانفجار العظيم انفجر من شنو ما سؤال انفجر من شنو والخلية كانت في المستنقع الأول الجاب المستنقع الأول منه ده ما سؤال منطقي شاكده ما بتقدر تجيب ليه شاكده في حاجة في حاجة أخوانا العلماء بقول ليك العقل أو الشريعة تأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول يعني بأشيء العقل يتحير فوقه لكن ما بيقول ده ما بيحصل الآن عندكم الآن في الهندسات ما هو تعريف الضوء ما هو تعريف الكهرباء الناس اللي بيقروا كهرباء تعريفه شنو ها ها لهي شنو هي تعريفه شكلي من أشكال الطاغة كويس الضوء شكلي من أشكال الطاغة ده كله تعريف بتاعه شكلي في حاجات العلم ما وصل لي الروح دي جاية من وين سؤال الروح دي بتلقى يعني أنا الآن بتنفس أنا الآن بأكل وبشرب وأتنفس وأي حاجة زول جنبي لا ضربته عربية لا قرصته أقرب ولا أي حاجة بتنفس زيه وممكن يكون أقوى مني ما بيقدر يتحرك ومات التفسير يا دكتور يا زول قريت مختبر وقريت طيب وحضرته وعملتها خصائي وبيجيت بروفيسور وعندك زمالة في بريطانيا إلى آخر الضول ده الخلاو ما يتحرك وأنا بتحرك شنو أي العوامل كلها قاعدة ها الخلاو ما يتحرك شنو يقول لك والله طبعا الروح طلعت أيواء يعني ده تفسير زي ما بقوله شيوعين تفسير ميثولوجي يعني بالدين ده ما تفسير بتاع شنو ده ما تفسير بتاع الطيب الطيب المفروض يقول لي طبعا ويقف القلب وكان الطرمبة بتاعته ما شغاله وبعد داك البنزين قطع والكلام الزي ده هرفت لكن بتاع الشغل التفسير بتاعك ده ده تفسير رب العالمين ربنا قال ويسألونك عن الروح قل الروح شنو من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولذلك يا أخوان الإنسان ما هي حاجة بيزين بعقله والعقل ما بيدرك أي حاجة ما بيدرك أي شي ما أي شي بتدركه بعقلك وما يدركه الإنسان في زمان قد لا يدركه في زمان في إمتى؟ يعني مثلا التكذيب تكذيب أبو جهل أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم المشركين ربنا قال سبحانا الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرامي إلى المسجد الأقصى النبي صلى الله عليه وسلم مشى وجه راجع مشى المسجد الأقصى وأما الأنبياء وعرج به إلى السماوات ونزل في لحظة وحدة أو في ليلة وحدة وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وابتلاه الله وامتحنه أن يخبر قومه والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حالهم إن الناس ذلك ما بيصدقهم ما بيصدقوا ورّاهم بلّغهم أبو جهل طوالي استغل الفرصة مشى لأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال له أَوَمَا سَمِعْتَ بِمَا يَزْعُمُ صَاحِبُكَ قال لي أنت ما عارف صاحبك بيقول في جنو قال له بيقول شنو قال له زعم أنه أنه ذهب إلى بيت المقدس البارحة وعاد في ليلة وحدة قال ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهراً ذهاباً وشهراً إياباً نحن شهر ماشيين وشهر جايين صاحبك مبارح بيضحك يعني صاحبك مبارح قال في ليلة وحدة مشى أو بكر الصديق قال له إن قاله فقد صدق قال له لو قال الكلام ده كلامه صح الزمن داك ما كان في طيارات مش شوف عشان كده أقول لك الدين يا أخوانا بيجي بيشيل بيحير العقل ما بيشيل بيمنع من العقل البيمنع العقل وقوعه قام أو بكر الصديق استدلله قال له نحن نصدقه في خبر السماء وهو في المجلس أفلا نصدقه إلى بيت المقدس الأبعد ياتفهم ها الأبعد السماء ولا بيت المقدس الأبعد السماء بيكون قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم معنا بنسأل عن أمر بيسكت لغاية ما يجي جبريل ويسأل الله فيخبره الله فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فسألوا عن أحب البقاع وشر البقاع عند الله النبي عليه الصلاة والسلام ما جاوبه حتى جاء جبريل وسأل جبريل ربه تبارك وتعالى ثم نزل فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل خير البقاع عند الله المساجد وشر البقاع شنو الأسواق قال له نحن بنصدقه في خبر السماء ما نصدقه في بيت المقدس شوف الإيمان ده كيف الليلة لو جبت أبو جهل وركبته في الخطوط مش خطوط جوية لو ركبته في ركشة مش بن بهر قال لك لا حول ولا غوة إلا بالله دي كيف دي فيمتى ما زول بليد انت ما مشرك انت كلام الله ما دار تسمع فيمتى ولذلك أخوانا الإنسان ما يبقى الشغل بتاعه زي الشغل أبو جهل ده والله صحي أبو جهل والله صحي أبو جهل لكذا الإنسان يكون موافق ومصدق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الأول الأمر الثاني الإيمان بربوبية الله إنه الله فيه وإلا خلقنا وألا رزقنا وده كان بيهم ابو جهل وأبو لهب وده ما دخل في الإسلام أخوانا ما دخل في الإسلام وإن كان زي ما وريكنا أتلقى كلام مناقض لكلام أبو لهب وأبو جهل كويس إذا كان أبو لهب وأبو جهل يؤمن بأنه ربنا خلق السماوات والأرض ربنا سبحانه وتعالى قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون منه ليقولون الله ده أبو لهب وأبو جهل كويس ده ما دخلوا في الإسلام زياني يقول لك يا أخي ما تكلمون في الموضوع ده أنا ما عارف إنه الله خلقني والله رزقني والله بحيني والله بموتني طيب ليه تكلمونه ده ما الموضوع الأساسي وإن كان ده مهم ومن الموضوع لكن أهم من ذلك وهو النوع المسألة الثالثة أن تؤمن بتوحيد العبادة أو توحيد الإلهية معنى شنو يعني الخلقنا نعبد الله براه طيب هل في ناس قاعدين يعبدوا غير الله ها فيه ولا ما في أخوان فيه ناس قاعدين يعبدوا غير الله زول يقول لك والله أنا ما شفت لي زول بيصلي لي غير الله ما حصل ولا في زول بيحج لي غير الله ما حصل شفت زول زي ده طيب دي برا عبادة زول بيقول يا أبو يا الشيخ تلحقنا وتفزعنا ده عبدوا ولا ما عبدوا لأنه ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم زول يقول لك يا بقبة اللبنية أكتب لي حجاب من راسي لا كرعية ده حجاب ولا برولة في إمتى والله إذا موجود يقول لك عين يمين نادي الصالحين عين شمال نادي الكمال عين وراء نادي بشرع عين فوق نادي أهل الزوك عين تحت نادي بمسك عين صعيد نادي عوض الجد خمسمائة واحد الكلام ده أخوانا الكلام ده في أفغانستان ولا هنا في السودان ها الكلام ده يقول لأوباما قعدين يقولون هنا في السودان هنا قعدين يقولون في السودان وإبليس عليه لعنة الله زي ما قال ابن عباس قال وَلَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ قال ولا تجد اكثرهم شاكرين ابن عباس قال فما استطاع ان يقول من فوقهم لانه يعلم ان الله من فوقه دا عنده اربعمية الهة في امتى الناس تلقاهم بنادوا البرعي الناس بنادوا الختم الناس بنادوا التورعفين والله مصائب وبعد مرات تلقاو طالب جامع تلقاو في الجامعة هنا مهزب والود جيافة والريحة تمام ومجيه وتلقاو اول الدفع ممكن عرفتها الله علم بيه وبعد تلقاو بمشي ليفوك يا قول لك اكتب ليه بالله عليك الله اكتب ليه حجاب اكتب ليه حجاب عشان المادة الجاية دي صعبة مكاني كمواد عليك الله اكتب ليه حجاب كويس ولا الكلام ده ما حاصل حاصل ولا ما حاصل يا ذوان لو جبت الفاكيزات الفاكيزات لو ربطتوا في الامتحان بحلوا ما بحلوا لك يا عشان كده يا اخوان ما بنتقدم اتخيل المهندس بيسوي الشغلانية دي الدكتور بيمشي الفاكيز انت تقرأ تقرأ هندسة فاكي بيمنتها البساطة يكمل ليك الشغل بتاع كله في امتا لا دكتور لا محاضرة لا 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 غيره لا مراجعة لا غيره الدكتور تلقاو قرأ ولما قامت له صلاعة وكده والنسوان عرسانه وبعد تيجيك فاكي فارش له سبعين دلقان وسبعين حجاب وسبعين عرك ده يقول لك ده طبعا للمغس وده لاجنة في امتا وده لالقراية وده العرق بتاع الدبيب وده العرق بتاع الكشة وده يا ازول وده عرق السرطان والله الناس يا تشوفوا في الاسواق في الاسواق كويس تشوف الناس يا الفارشين والله الدكتور مفروض يقفله والله مفروض يقفل يتشغاشنه يا ناس البلد دي دي عقايد منحرفة دشرك بالله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام الا ليحارب هذا الكلام كويس انا الدمازين دي سكنت فيها وقريت في المدرسة الجنبكم دي في فاكي بي جاي اسم محمد طاهر ما عارفوا حي ولا ميت مش هتليه فيه اولى سانوي عشان اكتب ليه حجاب بتاع القراية والله جت وكنا نلف ونمشي البحر بي جاي وين المهم ما فيه قراية وانا وانا قلت خلاص الحجاب ده ده حجاب قوي جدا وقال لي جيب ليه جدادة جدادة حمرة طبعا ده الشغل بتاع الفكه يقول لك جيد جدادة حمرة وفارط رش وديك عق والدين يظهر انا هلقائل لك وين كويس جيبت له الجدادة والله جدادة ظريفة جدا عمك ضباحة وازن داسة هو الجنون بتاع انه في امتى وانا بجاي جيطة التلاتاشر يا زول وينو الحجاب بتاعك ما بتستفيد حاجة اخوانا ده بيقدمنا ليه قدام ما بقدمنا ليه قدام تلقى الناس في الشغل انت لان انتهيت من الحياة الجامعية برضو في الحياة الجامعية في بعض الشباب ما كل الناس من الخلاطين انخلط ضمع حرام انخلط حرام ما دار له كلام الراجل يقعد مع مرأة ما مرته حرام ما بيجوز في الشريعة الاسلامية اما في الشريعة الترابية وشريعة الاخوان المسلمين بيجوز بيجوز حاجات كثيرة جدا المهم فما بيجوز تلقى وحدين تلقوا اهه يتعلق له بوحدة يقوم يمشي ليه فكي عشان اكتبه له حجاب محبة في امتى حجاب محبة وواحدين يمشي ليه ستة الودع بلا يشوفي ليدا دي بتعرسني ولا ما بتعرسني اختي شوف ليك شون يا اخي اخوان دا هوس العقائد دي لو ما صلحت البلد ما بتمش ليه جدا ربنا قال لقد كان لسبع في مسكنهم اية جنتان عيمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ربنا قال فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما صبروا وهل نجازي الا الكفر الناس سباديل ربنا انا عم عليهم بجنات وعملوا سد وكان بيأكلوا والواحد لو مسافر بيلقى محلات يأكل فيها وما بيحتاج ش الليه زات زاته في امتى والسفر بتاعهم قريب فكفروا بالتوحيد وبإفراد الله بالعبادة فانتقم الله عز وجل منهم واخذ منهم هذه النعم شان كده اخواننا نحن الان البلد دي تعاشف مطرة مطرة تنزل مطرة عجبك وبهاي امراك ده والبلد دي تزرع في اي حاجة والسودان ده جو مختلف زراعة باباي بيقوم زراعة تفاح بيقوم بصل بيقوم اي حاجة بتقوم كويس بعد ده بتلقانا نحن تعبانين وجعانين وفترانين وهلكانين السبب شنو السبب القباب دي القباب القعدة الموجودة الشريك بالله سبحانه وتعالى ده بيهم حقيقة حاجة شاكذا ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون فولذلك اخوانا الموضوع بتاع الشريك ده موضوع كبير ونحن دايما بنخاطب الطلبة وبنجيب كتب وكده لان اخوانا بنعتبر ان الطالب الان هو طالب زول ناضج وانت زول في مرحلة بتاعة وعي وانت زول في مرحلة بتاعة بحث علمي زمان انت كنت في السانة والاساس تربية وتعليم او توجيه يربوك ويعلموك لكن الان انت انسان تبحث المحاضر بيجيك الديكنيقات الرئيسية بيرجعك للمراجع لابد تعرف وتبحث وده كلام ان احنا بنجيبه للناس من كتبهم وفيه رغميداع ولو انا كدبت عليه ممكن نفتح فوقي بلاء وكلام كتير جدا فده الضلالة الموجود هنا البرعي بياصل انه الاولياء بيعلموا الغيب وانه الاولياء بيدوا الجنة وانه الاولياء بيهبوا الذرية بل في كتاب ليك سلام مني البرعي ده قال قال الاولياء الاولياء بتاعينهم ما بتاعين الله بيجوا يانسوك في القبر قال وله يؤانس بتكلم عن احمد الطيب البشير في الوحدة والشبير قال بالحج يلقن باحسن التعبير في جنان الخلدي شاهد مولاه الخبير وقال في الكتاب ده عن شيخ احمد الطيب من كراماته انك لو مدت انت وتابع للطريقة السمانية بتاعتهم وقلت في اول ضربة لحفر القبر بتاعك قلت هذا قبر يا احمد الطيب انت اسمك محمد فلان فلان مثلا قال فانك لا تعذب ولو لم تكن من اهل الطاعات بس لما يجي احفرك يعني انت هنا زي ما بقولوا تعيش حياتك في امتى تعيش حياتك تسوي اي حاجة بس لما يدفنوك لما يجي احفر القبر بتاعك يقولوا هذا قبر يا احمد الطيب قال دي بعدة تاني منكر ونكير ما بيسألوك قال فصاحبه في القبر يسيعذب في امتى وعنده قال ولي هنا في 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 الكتاب قال قلب البت ولد عنده قال الولد ولي بيقلب البيت ولد قال له سلم يا ولد اهدل قلب البت ولد قال والشيخ احمد الطيب قال كان عنده حوار عنده سبع بنات او ستة بنات فقام قال له يا الشيخ انا داير ليه ولد وانت لو داير تسأل الله سبحانه وتعالى. فهمت? ولو ربنا سبحانه وتعالى انت اززوجت وما اداك ولد وسألته ديم احنا ليك? تكون بتسأل الله. لكن انت راجل مش ادي حينك وما لقاشك كده. والراجل عديل كده. بمعنى كلمة الراء والجيم واللام تمشي تودي مرتك للشيخ. اديك جنة انت زول بليد ولا شنو? والله في ناس هبل. والله وخيابة. يا زول انت بليد ولا شنو كيف اديك ولد? ولك مالو? مالو? يا انت عن رسالك كيف دي? انت متخلف ولا شنو? ما بديك يا زول. ده لو اداك اضنينه بيبقى اضنين الشيخ. والله يمرو يشبه لك الشيخ. يهو زاته. بورطك. ما انت اغنعني يعني بديه كيف يعني? ربنا سبحانه وتعالى قال لله. لله ده جار مجرور. خبر مقدم يفيد الحصر والاختصاص. يعني الكلامة الجايدة خاص بالله. لله ملك السماوات والارض. يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء منه? الله. اناثا. ويهب لمن يشاء الذكور. او يزوجهم ذكرانا واناثا. ويجعل من يشاء عقيمة انه الله عليم قدير. ربنا حكى لك جصة نبي من الانبياء. ربنا قال كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. اذ نادى ربه نداءا خفية. دائر ربنا ينجحك في الامتحان. دائر ربنا يسهل لك زواج. دائر ربنا يديك قروش. دائر ربنا يشفي لك مريض. اذ نادى ربه نداءا خفية. قال ربي اني وهن العظم مني. شوف. شوف النبي الكريم. يشكو حاله لالله سبحانه وتعالى ويتذل لله. قال ربي اني وهن العظم مني. العظم بتاعي رقم عنها بقيت كبير. واشتعل الرأس شيبا. ولم اكن بدعائك رب شقية. واني خفت الموالي من ورائي. وكانت امرأتي عاقرة. مرتدي عاقر. يا الله قال له. وهذه الاسباب الدنيوية انتهت. قال فهب لي من لدنك وليا. يا الله الديني ولد. الديني له هدية. هب من عندك. فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آلي عقوب. واجعله ربي رضيه. كمان رأي الله الديني ولد. وما تخليه يكون شفاتي ساي. يكون رضي. ربنا ادى ولده سماه له. فتسأل ربنا سبحانه وتعالى. وغير من الضلالات الموجودة هنا في الكتب بتاعتها الصوفية. ده هنا شيخ الطريقة القادرية بقول انا الله عديل. ده الكتاب. تعال فيوضات الربانية في المآثر والاوراد القادرية. وده انا اشتريته الاسبوع الفات من الدار السوداني للكتب. اكبر دار لنشق الكتاب في السودان. رفت بيتكلم عن نفسه. قال مريدي لك البشرى. قال 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 فمن كان يهوانا يجي لمحلنا ويدخل حما السادات يلقى الغنيمة. وقالوا لي يا هذا تركت صلاتك. تتكلموا عن الشيخ. طبعا الصوفية عندهم انك بتعبد الله لغاية ما تحصي المرحلة تسقط عنك التكاليف. يقول لك وعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اذا اتاك اليقين خلاص. لانه حتى خلاص. طيب انا صلى الله عليه وسلم جاوا اليقين ولا ما جاوا. ما سؤال? هل سقطت عنه التكاليفة نبي صلى الله عليه وسلم في فراش الموت? يقول شنو? ها? الصلاة الصلاة. اها. ما ملكت ايمانكم. نبي صلى الله عليه سبع مرات. ويغتسل في كل مرة حتى يمشي ويصلي بالناس. ده قال. وقالوا يا هذا تركت صلاتك. قالوا ليه انت ليه ما بتصلي معانا في الجامع? قال ولم يعلموا اني اصلي بمكتي. دي الوهمة ذاتة. انه بيصلي في مكة. وناس مكة بيصلوا قبلين بين الصاعة. ها انت ما دارت ايم المزبوغين واللجنو. زول مستابل كالذات. في امتى? قال ولا جامعٌ الا ولي فيه منبرٌ. ولا منبرٌ الا ولي فيه خطبتي. ولا عالمٌ الا بعلمي عالمٌ. ولا سالكٌ الا بفرضي وسنتي. قال ولولا رسول الله بالعهد سابقاً لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. والله اخوانا لو في ظلماء مصدق يجي يقرأ الكلام براو. عرفتها؟ قال ولولا لوما الرسول ربنا رسلو. قال كان قفلت لكم جهنم دي. فيه امتى? ودي كان مشكلة كبيرة والله كيزان ايه يجيهون اجيها. مارد النار قفلوه اتانى فيشنو. والله كيزان اللي ماتعوكم مطاعدة ما تتكفيه. كويص? وش يقيل ادبو كده والنازي بتخلي الجوامع. والبلد بتجوت. فيه امتى? قال قال مريدي لك البشرى تكون على الوفاء اذا كنت في هم أغذك بهمتي مريدي تمسك بي وكن بي واثقة لأحميك في الدنيا ويوم القيامة شوف الكضب ده كيف وده معارضة للغران في الدنيا إن عرفناك مثلا بتكضب ما داري النغالتك في الآخرة كيف كمان الآخرة فيها واسطات وكده الآخرة ربنا قال وكلهم آتي يوم القيامة شنو فردة بتجي براك براك ما معاك أي زن ده قال قال إذا أنت كنت معي أنا بأحميك يوم القيامة قال أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأنجيه من شر الأمور وبلوتي وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة قال إذا بقيت ماسك في الأوراد بتاعتنا سخلنا خلاص جيبوا الفتة والفتة مطوم حمتني النوم والفتة مشطة حمتني النطة لو لقيتني يوم الغيامة قال قال أنا بكون قاعد جنب الميزان انت قال ياتوا ميزان يوم القيامة يعني يعني إذا السيئات بتاعتك يعني ثقلت الشيخ بيقول بالصرف أنا ما بعرفه بالصرف كيف لكن ده كلامه ولا بيجي يشهد الميزان ليشنو ما سؤال منطقي جدا طيب قال قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة ده شيخ القادرية قال أنا كنت مع نوحٍ أشاهد في الوراء مع نوح عليه السلام بحاراً وطوفاناً على كف قدرتي وكنت مع إبراهيم ملقاً بناره وما برد النيران إلا بدعوته وربنا قال قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم شاكده يا أخواننا أزول والله لو داري خش جهنم سريع كده لو داري لك حاجة كده سريعة أسرع من الضوء أبقى صوفي وموت على ذلك والله الذي لا إله غيره تموت على عقيدة زيدي ما عندك أي علاقة بالإسلام طيب قال وكنت مع رعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوته وطبعاً لازم القول يا أخواننا إن ربنا سبحانه وتعالى جاهل أن نزل الكبش منه ليه فداء إسماعيل عليه السلام أن نزلوا منه نزلوا الله ربنا قال وفديناه بذبحٍ عظيم أشياء قال قال الله عشان ينزل ده قام استفتانا والفتوى بتكون من منه من جاه اللي عالم مش أسأنا مثلاً صليت أربع ركعات وزدت وحدة خمسة وما عارف أسجد قبل السلام ألا بعد السلام ومشيت سألته معناه أنا عارف ألا ما عارف أنا ما عارف فربنا عشان ينزل الكبش ده قال إلا يستفتاه قال أنا كنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي قال أنا بصغطة توف كده قال في غشو عقوب بعد ذاك رجعت ليه الكلام ده بقوله ليه عشان أنت تمشي له في أمورك كلها وتشرك بالله وتخلي الله سبحانه وتعالى قال أنا كنت مع إدريس لما ارتق العلاء وأقعدته الفردوس أحسن جنتي شوف الكفر ده كيف والله إدريس ديب بما تقعد معه خليك من نبي الله إدريس عليه السلام قال أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصاي استمدتي يا أخوان نشوف الكلام ده كيف قال موسى عليه السلام العصب تاته دي عبارة عن تقليد شاء الله من عصاتي أنا كويس قال أنا كنت مع أيوب في زمن البلاء وما برئت بلواه إلا بدعوتي وربنا قال وأيوب إذ نادى منه نادى ربه قال أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا قال يتكلم في المهد ده شيخ القادرية والله يجد شوف يا أخواننا الطرق به الآن بيدعموه الأمريكان والفرنسيين دعموا الطريقة التجانية والآن الشيوخ بتاعنا الصوفية في السودان مين إزيرق ومين ومين مشوا الكونغرس الأمريكي قبل كم شهر مشوا لا يقول أوباما يعني ما أقول أوباما ده بيتكيف من الإسلام أو عاجبه الأتفة بتاعتك ديها صوفي ولا عاجبه والجرادل الشيء لا ينت ما زول ده ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته قال أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وعطيت داودا حلاوة نغمتي أنا الذاكر المذكور شوف الكلام ده كيف الذاكر منه الذاكر العبد أنا بكون ذاكر المذكور هو من هو الله قال أنا الذاكر المذكور والكتاب ده بيعفي أكبر دار شفت تمشي من الجامعة الكبير بتاع الخرطوم تمشي شرك تمشي شرك طوالي كده بتلقى الدار قدامك جمغ أبر الأتراك قال أنا كنت أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكر أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي أنا العاشق المعشوق في كل مضمر أنا السامع المسموع في كل نعمتي أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقتي دي أخوانا منهج التصوف في إمتى وده المنهج تعصوا فيه ده يتكلم عنه العلماء كما تكلم عنه ابن كثير لأنه قد أكون مثلاً الكلام ده أنا متجني عليهم أو بلغت يقول لك يا مولانا وما تزيد شوية وكده طيب أرجع لي كتب موثوغة كتاب ابن كثير اسمه البداية والنهاية كتاب التاريخ لو هنا ما لقيته بتلقاه في كل تتربية غالباً يعني في المكتبة في ترجمة الصوفية ولإسم الحسين بن منصور الحلاج ابن كثير بيقول بيجيب لك مثلاً سنة واحد هجرية حصل فيها كده وحصل فيها كده اتنين هجرية حصلت فيها معركة بدر ومات فيها من الصحابة كذا وكذا يجيبهم لك كلهم لغاية حصل سنة هزاته سنة سبعمائة وحاجة هجرية سنة ستمائة سنة تلتمائة وعشرة في واحد صوفي اسمه الحسين بن منصور الحلاج وكان دجالاً مشعبذاً صوفي وسبب مقتله الكتالوب هو الحلاج دا إنه كان عنده حوار الحوار دا قال عنده بوجة مخلاية إذا خش الحمام الله يكرمك بيخش شباعة معاه فقاموا ناسا شرطة قبضوا قال له دا اشنو دا دي مخلاية قال له قاموا فتشوا المخلاية لقوا فوقا ورقة مكتوب فيها من الله العزيز الحكيم إلى فلان ابن فلان الدرويش أشياء المخلاية قاموا قال له دا اشنو دا الرسالة ليك منه قال رسالة لي الحسين بن منصور الحلاج قبضوا الحسين قال له يا زول الكلام دا مكتوب فوقه من الله العزيز الحكيم والكلام دا أيضاً ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وغيره من العلماء قال له انت الله قال هذا عين الجمع عند القوم يعني تعبد الله لغاية ما تحصل الله وده هنا الكلام بتاعهم هنا عرفتها؟ طوالي قاموا وكتله دي العقائج بتاعته العقائج بتاعت المنهج الصوفي وهذه اللي موجودة قال فالذكر عنوان الولاية دا هنا في الكتاب دا بعدين لو زون الدائر نوري له قال حقاً يكون به المريد وليا طيب لما يبقى ولي بيحصى شنو قال يهب الغلامة بالدجنة لما انتبقى ولي قال بتددجنة يطير في جو السماء لما انتبقى ولي بيطير في السماء فوق في امتى؟ عشان كده من كرامات واحد في كتاب طبقات والضيف الله قالوا ومن كراماته انه حج بالطيران طبعاً انت لما تسمع كده تقول السودانير ولا السعودية ولا كده لا دا حج كده فر كده والله اجد قال في امتى؟ عشان كده في كتاب طبقات والضيف الله قال درجات الاولية تلاتة طبقات والضيف الله بيتطبعوا جامعة الخرطوم وبيقرروا للطلبة دراسات سودانية لما عارف هنا بقرروا الا ما بقرروا رفتة؟ قال الشيخ دفع الله ترجمة الشيخ دفع الله دفع الله المصوباً هنا في السودان يقول لك دفع الله المصوباً الشريف نسبه جر الشمس مع الملايكة ما غلبه يا ناس الشمس دي بجره بني آدم ولا مخلوق ربنا قال والشمس تجري براها دا قال جر الشمس مع الملايكة طيب نفترض انك بالجره تمسيك بياتوا معدن ذاته ياتوا معدن بقدر يقبض الشمس عشان تجر منه الزمان بتاع شنه؟ شوف الكضب دا كيف قال جر الشمس دا دفع الله المصوباً السوداني دا مع الملايكة ما غلبه والتمساح حجر في شن جلوك قلبه قال أصلاً عنده حوار اسمه جلوك قام الشيخ أخر العصر لغاية ما الشمس قربت أو حصلت له حاجة فقام رسل جلوك قال لي جيب ليه موية من البحر عشان شنوه؟ عشان اتوضى وحصل الصلاة وقام بعض الزرافاء الزرافاء قاموا عملها في ترجمة بتاعة انجليزي المهم قام جلوك مشى للبحر قام التمساح خطفه زا كوركوداين اتن جلوك فهمتا؟ وانس زي ما قال الخواجة وانس جلوك 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 تجلبت على الشيخ وانزا كوركوداين اتن جلوك المهم كده نواصل فيها قام أكل 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 جلوك لما أكل جلوك الشمس قرب التنزل قام قال لهم يا أخوان انا رسلت جلوك ده شوفوا فهموا شنوه يعني داري وصل لك انه زي سليمان ما ليرى لا ارى الهدهدى ام كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين وده برضو يجيك له برضو كرامة تانية والله يا أخواننا الصوفية عبارة عن جدع للعقول عقلك ده تخدته في الجزمة وتخش في امتى ده قال قال لما جلوك أكلوا التنزل قال له التنزل أكلوا جلوك قام قال له يا هزول كيف يأكلوا جلوك قام طوال الشيخ مشى ووقف على النهر وقال للتماسيح أمرقوا كلكم كلكم أعملوا جمع الناس الخشوا مع اسكرات قال التماسيح كلها جات قال له موين التنزل أكل جلوك وينه هدلي قال له كويس قال له أمرق جلوك ما بأمرق أمرق جلوك ما بأمرق في النهاء أمرقوا وقام ضرب التنزل وقلبوا حجر شان كده قال جر الشمس مع الملايكة ما غلبوا والتمسع حجر في شان جلوك شنو قلبوا يا ناس يا أخ ربنا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ما بتقدر ياخ جلوك تمسح شنو ضبانة بتقدر تخلقها ربنا قال في صورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا الإمام القرطبي قال ذباب مفرد واحدة يعني قالوا ولو اجتمعوا له جيبوا السمانية خليه يخلقوا الكرعين بتاعنا الضبانة والتجانية خليه يخلقوا الجناحين بتاعنا الضبانة والختمية خليه يضربها بوهية والمعرف ليك الكزنزانية خليه اعملوا العيون وبتاع اللي هنا يخليه اعمل الله الشعيرات اللي بتحس ديك بيقدروا كلهم قالوا ولو اجتمعوا له ربنا قال وإيه مش كده قال وإيه يسلبهم الذباب أسي زول تلقاو لما يمشي للشيخ يجدع النعلات هناك ويجدع الطاقية تلقاو زول كويس بعد شوية بيقى ما نصيح لأنه مش للشيخ ويحبل الشيخ فيمتى ربنا قال لك الضبانة دي أعقل من المخلوقة الزيدة تأكل في أكل الشيخ ذاته وده يقول لك ما تقعد مع الشيخ في المصلاية وما تقعد في عنقرب الشيخ وما تتوضى بابريق الشيخ وكده ليه يعني فيشنو فيشنو ما يتوضى بابريق الشيخ مالو ابريقه ده فوقه شنو فوقه مويا ولا حاجات تانية مشروبات روحية فيمتى ما ما ممكن فده قال داي ربيك على التربية دي قال قلب التمساح ربنا قال ويسلبه بالذباب شيئا لا يستنقذوه منه الضبانة تأكل في أكل الشيخ وتأكل معه داك مسكين بيأكل في القرط وبيأكل في الكسرة بتاعة مهيوبة بيشتغلوها بالكوريك فيتريت حمراء ومعه ملحم ثلاثة بصل ومويا وزيت فيمتى وتأكل يقول لك يا سلام بالله شوف الكسرة دي الظريفة كيف التجانية قالوا من أكل طعامنا دخل الجنة والله قلنا له من أكل طعامكم خش الحوادث كسر يا أخي عشان تدخل إيدك إلا تجيب إيدانك الاثنين وتعمل دعم إسنات مش عندكم في الإنشاءات إسنات تعمل إسنات حتى بعد ذلك تدخل إيد ما ممكن يا أخي فيمتى عشان تأكل لازم يا أخوان نلعب الدين هل الجنة بخشوها بالأكل وتأكل من هنا ومن أكل طعامنا ومن رأى الشيخ يوم الاثنين أو الجمعة دخل الجنة وفي كلام شين إن شاء الله بس ما يكون في بنات ما في بنات في كتاب عبد المحمود نور الدائم بتاع بتاع زاهر الرياض قال وقد كنت حريصا على رؤية سرة الشيخ لأني علمت أن من رأى سرة الشيخ دخل الجنة يا ناس دا دين شنو دا والله كلام زي دا كتير عند الصوفية ولذلك يا أخوان نابليون لما نخش مصر دعم الموالد ودعم الطرق الصوفية وبيقى يجي زاته يجي يحضر الموالد ليه؟ لأنه دي بيتفرق الدين وبتخلي الناس عقايدة زي دي الكلام القبيل قلت لك عن سليمان في كتاب طبقات والضيف الله ودامه عن تربيه في سنار وفي جامعة الخرطوم قال الشيخ موسى بن عقوب الفضل دا قال كان علم منطقة الطير قال يا زول قال قال ذات يوم وهو جالس طبعا الكتاب مكتوب بالدارجية السودانية قال والمشاط يمشط رأسه قال جاءته طيرة بكوة البيت اللي هو باشنو بالطاقة الفتحة الفوق دي قال فسكسكت للشيخ قال فسكسك الشيخ لها طبعا كونه هي تسكسك والله اجت كونه هي تسكسك دي ما دي ما اشい معروف لكن يا شيخ Ew ficسك داشنو قال فطارت ثم جاء الطيرة أخرى فسكسكت فسكسك الشيخ لها المشاط القعد دا قام رأسه ضرب قال لي يا شيخ سألتك بالله الطيرة إن قالت لك وإنت إن قلت لها والله إلت الطيرة هم قال أي حاجة لكن إلت الطيرة بس كويس قال لو امرأة مع زوجها وفقت بينهما أصل والدبرك كان داري طلق عشوشة لكن قلت لو خليها يا ناس يا ناس يا أخذ دين شنو ده يا أخذ والله يا أخوانا الكلام ده عقايت الكلام ده عقايت وإنت الليلة لو مشيت الحلة بتاعتكم لو مشيت نغشت واحد صوفي ممكن اديك جرجة في راسك قلت لك أنت مشيت الجامعة دي لقيت الوهابية دي بقيت تنكر الكلام ده يا أخذ أنكر أبو زاته أنكره ده كلام شنو ده قال درجات الأولي على ثلاثة دفع الله المصوبا قال صغرى ووسطى وكبرى قال فالصغرى أن يطيروا في الهواء وأن يمشوا على ظهر الماء يعني تمشي بغادي قاعد في الجنائن يعني دار تفرق شوية بقى شوية تلقى لك زول قاطع قاطع النيل الأزرق ده بيكون عينه ساكت كده ماشي ساي في امتى وواحد تلقاه حاج بالطيران وكلام زي ده ده الولي البرلوم ده الدرجة الصغرى كويس قال والوسطى قال أن ينطقوا بالمغيبات والدرجة الثالثة الدرجة الكبيرة قال وهي درجة القطبانية وهي قال بحيث يقول لشيء كن فيكون قال وهذه درجة ولدي ضفع الله ده الجنب تاعي بس أنا لسه ما أجدكم في امتى ولد ضفع الله بيقول لشيء كن فيكون ربنا قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له شنو كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وليه ترجعون يا أخواننا الكلام ده الزولة الماء مصدقوا أمشي مكتبة مضوي الحاج مضوي في ود مدني أمشي الدارة السودانية خليك من ده الناد قريب الناد ده موجود أكتب بيجيبه لك باللحنة كمان خش أي موغع مثلا قول مثلا دائر متحد أبوك الشيخ البرعي ليه سلم يا ولد القلب البيت ولد أو متحد كباشي يجيبه لك بموسيقى وفي ناس تلقون بنططه يا سلام يا زي أنت بتنطط ساي ما فاهم حاجة ده قال كباشي في كل محل يربط ويحل في كل بلد كم أدى ولد كم حل عقد كباشي بالموسيقى ويربط ويحل كم أدى طفل من غير مسء تفل شا ما تقول الشيخ ده مثلا بيعمل حاجة غلط قال لك من غير مسء تفل بعيد يعني حاجة كده بيفك الشبكة واي فاي فيمت قال كم أدى والله يجد يا ناس ده دين ده دينة الآن موجود خش أنت بتلقى الكلام ده موجود دي العقائد بتاعت الصوفية دي العقائد بتاعتهم لا دم يا أخوانا أنت تكون فاهم أنت الآن بعد شيء حتتخرج أنت عندك أمك قاعدة في البيت يا أخوانا الكلام ده تضحك ليه لأنه ده بخالف العقل ويخالف الفطرة ويخالف الشريعة وده السبب اللي بيخلي العلمانيين يجيوا أنت قال شعين جو لجنو لأنه الختمية مثلا كان الواحد بيمشي في الوطاء الاستعباد بتاع الصوفية للناس الشيخ بيمشي في الوطاء الوطاء بتبقى حقته الختمية لما نجو لإنجليز قال لهم دارينا سكة حديد قال لهم علينا نحنا قال للمير غي قال لجماعة بتاع إنه قال لهم اللي بيجيب لنا شبر أو بيجيب لنا شبر هنا قال بناديه متر في الجنة شبر بتاع خشب عشان أخط فيه سكة حديد بناديه متر في الجنة وده يا أخوانا من الاستهزاء ومن اللعب بالدين والشريعة فيمت فلعبوا على الناس عقايدوا أخطر من ده كله من أكل الأموال ومن اللعب بالعراب إن الزول اللي بيموت مشرك بيمشي ويخلط في جهنم الزول قد يزني وقد يسرق وقد يكذب وقد يقتل فيغفر الله له لكن يشرك بأله مغفر ليه ما الدليل شنو ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشأ لابد يا أخوانا الإنسان يمشي لأله بعقيدة نجيضة شوف أنا أبدك حاجة في الدنيا دي لو ما مركت من كلامنا إلا بالموضوع ده كفاية خلي عقيدتك نجيضة وحافظ على عباداتك ومدخش معا جماعة وإنت أحسن زول أحسن زول إنت في إمتى بيجي يغشوك يقول لك عشان تبقى أنصار صنة غيره بيجوك يقول لك أسمع آه نحن عندنا حديث حديثكم شنو يقول لك إنما يأكلوا الذئب من الغنم القاصية إنت عندك جماعة يقول لك لا وفي حديث رواه الشعب السوداني يقول لك اللي ما عنده شيخ شيخ الشيطان ده رواه منودة هو الساكد نجر بس واحد تلقي قشة معهم إنما يأكلوا الذئب من الغنم القاصية الغنم القاصية معناها زول ما في جماعة المسلمين ما دام إنت عندك رئيس وإنت ماشي بغوانين الرئيس ده فيما لا يخالف حكم الله وكده وإنت زول بيصلي صلواتك وحافظ نفسك وكده دهني ما عندك مشكلة لكن يقول لك لا الغنم القاصية يعني الغنم الزريبة بتاعتهم اللي هو الحزب بتاعهم ده الزريبة مركت منه إنت الغنم الغاصي بيجيك الزيب وهو الزيب بذاته وده المرفعين ذاته في إمتى بيلعب بيك فما تبقى مع جماعة لا تبقى مع حزب ما تبقى مع طريقة أسانا عشان أعبد الله إلا إلا أجي أبقى جبهج يعني عشان أصوم المصارين دي إلا أكتب لها ميد كيزان خلاص أنا صمت الموضوع إنت عشان كده يا أخوان نشوف المسائل دي تمشي حبوبتك أمك خالتك يا أخوانا والله إنت كده أحسب الموضوع ده من ناحية من ناحية أخلاقية وإنسانية سي أبوك أو أمك ربوك وتعبوك أو تعبو معاك وجو أصاب من الشقاء ومن الضنق والتعارف براك الحاصل لغاية ما كبرت وربنا وفق دخلت الجامعة والآن مصاريفك بتعبوك الجامعة أمك تشتغل أي حاجة عشان ترسل لك يقول لك يا ولدي كلها كم سنة وبتنتهي كلام ده حاصل ألا ما حاصل والدانك دال يتعبو يتعبو فيك وإنت يا أخوانا ما دار تديهم أكبر هدية تخليهم يخشوا النار قول جيبت قول بنيت لهم سبعة عمارات وإي واحدة ديته جيك سيار خلاص ده كده كده جيهتهم وعنده عقيدة عنده حجاب أو تلقوا بيمشي للقبة والبنية هل كده أنت بغربهم ده من أعظم الغش والكذب عليهم ودي مسؤولية ربنا بيسألك منا إنت ربنا بيسألك منا صح الموضوع ده صعب وأبوك ممكن يطردك وممكن أول يوم تجي ويفكك بطوبة وكده وممكن أمك تقول لك يا وليد ده شنو ما عافية مناك وكده لكن لازم تصبر لازم تصبر ولازم تدعوم وده أقول لحاجة تقدم لي والدينك ده خليك من الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى حق النبي عليه الصلاة والسلام فلازم يا أخواننا دحق الناز يلغى شبه أهلنا أهلنا كتارة الواحد تلقاه لابس له حجبات وتلقاه عنده أمراض الطفولة الستة والله مسكين تلقاه تعبان عنده حزبة وكيلة وبتاعه لابس له حجبات ها زول مسكين أنت الزولة اللي قرأت دورك شنو الزولة اللي أنت قرأت دورك شنو واحدين يجي يقول لك أسمع أنت عشان أنت بتسمع غناء هاي ما تتكلم معهم لغاية ما تخلي اللعب بتاعك ده لا أنا بسمع غناء لكن غناء ما بدخل فيه ما بدخلني خالد فيه جهنم وإن كان هو حرام بود جهنم لكن ما بخلدني فيه لكن الشرك بخلد فيه جهنم يا أخ أنا أقول لك حاجة أنا أقول باشي ربانجو ودهك بطف في القبة دهك معصدته أكبر من ده والله ده معصدته أكبر من ده لأنه ده في النهاية سكر ودي معصية من المعاصي قد ربنا يتوب عليه وقد يعذب وقد تدرك الشفاعات لكن ما بيخلد في جهنم النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر شنو من أمتي لكن الزولة اللي قرأ ربنا بيشريك ده ما صير وين ده طوالي في جهنم خالد فيه ولذلك يا أخوان للإنسان خلي قلبك قوي وخلي إنسان عندك كلمة وخليك عندك إصرار والناس اللي يقوله ما تسمع كلام الناس والفنان قال لك اللي يقوله الناشوية فنان تلقى صوته أشنى من حمارة زريبة بعد ذلك يقول لك طبعا سوف نتحسن في المرحلة الغادمة وإنت المرحلة الفاتة سويت فيها أشنو في الباطل بتاعه تلقاه تلقاه مصير إنت بتدعو لدين تدعو لعقيدة ما تسمع كلام الناس والله كثير من الناس ضيعهم كلام الناس أبو طالب عم النبي صلى الله سلم أتضيعوا شنو كلام الناس خاصة في الجامعة كبان في الجامعة في ناس مسلطين قاعدين وبعض مرات تلقاهم ناس ناس تقول مرسلين بس إلقوا زول بيصلي صلواته وزول ماشي كويس وما عنده علاقة مع البنات في طالبة تلقاه زول ما منتمي لحزب ولا جماعة لكن ما بدور يمشي مع البنات زول راجل كده ما بدور يمشي مع البنات كويس إجو مجموعة من الجماعة يقول أسمع أنت مالك معقد كده يا أخ أنت مالك زول دوغمائي كده كمان لو بيقى بتاع ناصري ولا سجم رمات يقول لي أنت مالك دوغمائي نظام الوقت هو فائم كلم يعني أنت زول دوغمائي يعني يعني خليك زول يعني مرتاح يعني ما في حاجة بكل ريحية ودي ما زي أختك أختك يا كذاب أختك هسلها وبكرا سلق لك جبلازي فينجا بتسوقها بالطريقة دي تلقاه مالصاقين زي حجرة البطارية دوغتك تلعب علينا ها فما تشتغل بكلام الناس أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم قال له في مرض الموت بتاعه يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قاعدين في راسه قالوا له ترغب عن ملة عبد المطلب ترغب عن ملة عبد المطلب آخر حاجة قال هو على ملة عبد المطلب فعشان كده أخواننا الإنسان ما يشتغل بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الناس بصخط الله صخط الله عليه وأصخط عليه الناس ومن أرضى الله بصخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ورضى الناس غاية لا تدرك كما قال العقلاء رضى الناس غاية ما تدرك في امتى فالإنسان عليه يعني إنه يرضي ربنا سبحانه وتعالى وما يشتغل بغير الله سبحانه وتعالى ولا يشتغل بغير كلام النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما عليش كلامنا نحن طويل وبعض الكلام قد يكون مفرق وكذا لكن نفتح فرصة للمداخلات أو الحوار والنقاش بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا قال الدائر يخش على النار سريع يبقى صوفي وجنة مكتوب على بابة لا يخشها لا يدخلها نمام يتوب تعي النميمة بس يخنا هذا ينعرف وصول الدين الحاجات التانية على الإسلام كيفية الصلاة تكلم لنا عن البرعي اللي توفى تكلم لنا عن الشيخ في الان نتكلم لنا عن الدولة ذاتها الدولة ذاتها ظالم والرئيس بي ذاتكم ظالم بدأتكلم لنا في البرعي اللي توفى ذا يا أخي خليكم من البرعي والشيوخ ورينك كيفية الصلاة ذات الجنة دي مكتوب على بابة لا يدخلها نمام يتو ناس غير النميمة ما عندكم حاجة الجامعة جن بيتنا جامعة نصار سنة تكرهونا بالشيوخ خليوا من الحياة أتكلم لنا عن الناس الحاكمين لذين ما سفحونا يا أخي أنا الكيزان بس تدري عليه الشيوخ 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 شكرا جزيرة طيب الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى طيب نحن نتمنى أنه النقاش يكون نقاش علمي وموضوعي يعني مش هو أنه جنبنا جامع وكرهوك وكذا ما هو الموضوع ما أكرهني ما أنا بكرهك لكن ليه أنا كرهتك ده ما سواء صح؟ ما بكرهك هس أنا حكرهك ما حخليك ده ما الموضوع يا أخواني الموضوع ما زهجي أخونا ما تزعل كده رويق المنقا قلت شكلك سمعت لك بدايات بتاع تركان كده ومخشوش أنا نحن أدار إنك ترجع ودف إني أنا نصيحة لك أنا لا بتلقى مني حاجة ولا أنا بلقى منك حاجة ولا مستفيد منك حاجة ده نصيحة لوجه الله كويس؟ الموضوع ما موضوع بتاع مزاجات إنه دانا زعلت منه وده كده ما ظريف لا الموضوع ما كده عرفتها؟ طيب إنت قلت الجنة الجنة قال شنو؟ لا يدخلها نمام إنت جبت البشير لا هسي هو قاعد؟ قاعد ولا ما قاعد؟ ما قاعد صح؟ ده كلام ده نميمة ولا ما نميمة؟ إنت أسمع إنت دائرنا ما نخشها الجنة إنت الجنة مش دائرنا نخشها كلنا؟ طيب إنت مالك مارك هسي إنت مفروض ما تنم صح؟ مفروض إنت ماتنم وأنصرصنة لكانه جنبيتك ديل وإنت قلتك الرهونة ديل برضو ما في شين؟ أسي دي نميمة ولا ما نميمة؟ لكن أريعك نحن ما أنصرصنة ذاته كنا أنصرصنة وخليناه ده هو الساكت أنصرصنة وبرشلونة ده كلام فارغ ساكت ما في أي أنصرصنة ولا هوس ما الدين كله تفرغ طيب لكن أنا دار أتكلم عن مسالك اللي أنت ذكرتها طيب المسألة الأولى النميمة النميمة وإنه الكلام ده غيبة وكده طيب الزول المات هل بيجوز الكلام فيه؟ نرجع للشريعة ربنا قال فإن تنازعتم في شيء أها فردوه إلى الله والرسول النبي عليه الصلاة والسلام حديث عمر بن الخطاب مر عليه بجنازتين عشان ما نمش لي قدام الجنازة دي زول الحي واللميت ها؟ عشان كمان برضو ما يبقى كمان فيه تاني مغاييس تاني الجنازة دي زول الحي واللميت زول ميت يصلى الله عليه بجنازتين قال فلما مر بالأولى أثنى الناس عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ وجبت 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 ولما مر بالثانية أثنى الناس عليها شرا معنى شنو؟ معنى زكره بشنو؟ بالكلام اللي بيكرهه صح أو لا ما صح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت 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 فقالوا يا رسول الله أو قال عمر ما وجبت يا رسول الله؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا وجبت له الجنة والثانية أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم الزول مات وما ممكن تتكلموا فوقه وإلى آخر فالكلام في الزول الميت أو الزول الغائد إذا كان زول داعية للشر والفساد والباطل ده لازم يذكر وترجم لذلك الإمام النووي في كتاب رياضة الصالحين أنا بديك كلام علمي وأيضا في البخاري باب ذكر أهل الريب والفساد وكذلك الإمام النووي في كتاب صحيح مسلم في شرحي على صحيح مسلم قال باب ما يجوز من الغيبة بعد ما ذكر حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الحديث اللي جبته بتاع أذكر محاسم موتاكم ضضعف ما صحيح رفت لكن الحديث الأصح منه الحديث المعروف إنه النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وقال ما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس جنوه بالنميمة ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريد من نخل فشقها باثنتين فوضعه على كل قبر واحد وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس ومن باب الفائدة في ناس أخواننا كتيرين بيقوموا في المغابر لما زولوا موت لهم بيقوموا يجيبوا شنوه نخل وفي ناس بيجيبوا فرع كامل بيقوموا يغزوه في الميت أول حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف إنه ديل بعذبه بالوحي إنت عرفت ده بعذب كيف إتنين ده فيه ظن بيشنو بالميت بالميت فمنه قال لك إنه بيعذب فده ما بيجوزه ده من البدع ده من باب الفائدة طيب العلماء قالوا من المساي من الأمور التي تجوز فيها الغيبة الزواج الزواج مثلا أنا جيت تقدمت ليك مثلا لي بيتك مثلا قلت لك يا فلان أنا دائر بيتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا زول بتاع بنقه وما بشتغل وزول عاطل وزول بضرب النسوان وبسيلين وكده كويس جاء مثلا فلان من الناس قال لك الزلده ما له تقول ليه زلده تقدم ليه طيب الزلده أخماه كده وكده 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 كيف أنت الزلده تزويد ليه ما تزويد ليه هل نقول دي غيبة ولا نصيحة 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 فالدليل بتاع الكلام ده حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطبان اثنين من الصحابة رضي الله عنهم اتقدموا للخطبة بتاعتها قال أما معاوية فصعلوك لا مال له صعلوك في لغة العرب معناه فقير يعني وأما أبا الجهم فكان لا يضع العصى عن عاتقه في رواية كان ضراب للنساء أو أنه كان كثير الأسفار ولكن أنكحي أسامة فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين كانوا ما في شين وذكروا بما يحبون ولا ما يكرهون بما يكرهون فهل نقول الرسول بيغتاب لا ولكن دين سميه شنو نصيحة العلم قالوا الأولى الأولى الزواج والعرس والفروج ولا الأولى الدين والعقيدة ألبخ الشبال إنسان الجنة ولا النار الأولى ياتوم الأولى العقيدة طيب قال قال أذكر محاسن موتاكم طيب أذكر محاسن شنو موتاكم ما هي محاسن البرعي نوريك محاسن البرعي هذا لذا كتابه أنت المفروض النقضي بتاعك يقول لي الكتاب ده مثلا أنت زورته على الشيخ أو أنه أنت الكلام القريته ده ما معناته كده لأنه تقديم الفاعل على المفعول ولأنه تقديم الخبر إلى آخر كده ده يبقى كلام شنو يا أخوان علمي وموضوعي لكن لما أنت يتقول لي كرهتون وجنبنا مين ومين ده ما كلام علمي أخوان طيب هنا نحن بنتكلم عن الناس ذي ليه؟ لأنهم نشروا الشرك بالله والكفر المابعة تخذوا حتى أبو جهل المرحلة بتاعت الكفر النشر الصوفية ما حصل أبو جهل طيب الصفحة مية سبعة وعشرين الدارة السودانية للكتب دي طبعة جديدة في طبعه أنا نسيت أجيبها طبعة قديمة مكتوبة بخطليات دي مطبوعة طباعة طيب قال بتكلم عن الشيخ حمد الطيب البشير واتحت في الهامش قال ليك ولد رضي الله عنه رضي الله عنه شوف الكلام ده كيف بأمرح عام الف مية خمسة وخمسين هجرية وهو مؤسس الطريقة السمانية بالسودان قال ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه ربنا أدىه حاجات تقوم مقام المعجزات ذاته قال كإحيائه ميتا الميت الشيخ بيحييه البيحيي الأموات من ربنا سبحانه وتعالى حكى قول إبراهيم عليه السلام في صورة الشعراء قال والذي يميتني ثم يحيي دم ده الله سبحانه وتعالى ده قال الشيخ قال كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب ودي كمان كرامة تانية ما حكيت لك قال واحد قال له أنا بديت وماتا ميتا الشيخ قال له قال له دار ليه بيت دار ليه ولد عندي ستة بنات قال له جيب واحدة يوم الجمعة بعد صلاة الصبح قال فأحضر من اختارها منهن رظيم شاف لي واحدة مناسبة لي شكل الرجال قال ميم جاب لي واحدة فقال قال ثم مر الشيخ يده عليها كده عمل الله يسكاني من فوق لتحد تاليا قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فانقلب الذكرا من حينها من بيت انقلبت شنو انقلبت ولد ربنا قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل شنو لخلق الله ما بتقدر الشيخ ده بيقدر يحول ما بيقدر يحول خليه حول لينا وبامده جدادة ولا أي حاجة ما بيقدر يحول فالكلام ده كفر الكلام ده أبو جهل ما قال ربنا سبحانه وتعالى قال ولئن سألتهم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يناظر المشركين ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله شاكد الطريق بتاع الصوفية ده أنا مصر دارت أخش جهنم بأقرأ الطريق أبقى صوفي والله هذه له وكلام كثير جدا أديك كتاب الختمية وينهو كتاب الختمية الشيخ بتكلم عن نفسه قال فكنت أحمده المحمود في أزل كذا محمده بدر الهدى التالي لذاك عاش جميع الكون في كنفي الشيخ بتكلم عن نفسه قال الكوندو أصلا كل جنو كان عايش في كنفي أنا نفس الكلام ده نقلوا تبدر في كتاب اسم مسيح أنا بديك مراجع تكتبها وشوف لو كلامك يضب أو صح كتاب اسم سراج السالكين تعود بدر قال أولي الله الكمل تمانية بس كلنا في جهنم كلنا نحن كده في جهنم لأنه ربنا قال عن الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان شنو تقي لو ما بقي التقي يعني ولي ما بتخش الجنة فقال لك أولي الله الكمل تمانية بس تمانية نحن ما عارفين نحن نعبد الله عبادة كده وأنصار الصنة الكرهوك وإنت الكرهتم كلكم في النار قال لك أولي الله الكمل تمانية أربعة باليمن وأربعة بالسودان سعودية لا فيها زول مصر ما فيها زول بس أربعة اليمن وأربعة بالسودان الأربعة بالسودان ذكر منهم كم نفر قال ومنهم الشيخ أحمد الطيب البشير اللي هو شيخ البرعي قال وقد ملكه الله الكون ثلاثة وثلاثين سنة فما نقص منه جناح بعوضة ثلاثة وثلاثين سنة دخلوا حفاظة عليم ربه وداه في ريزر الحاصل شنوه سلم وقال كده ما نقص منه جناح بعوضة وربنا قال عن الكفار المشركين في صورة المؤمنون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون ألبي يقولوا ذلك منه لا أبو بكر لا عمر لا عثمان مش ذلك المخاطبين إنهم يقولوا المخاطبين يقولوا ذلك منه ذلك أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط ليقولون الله مشكلتهم شنو قالوا نحنا والناس وسخانين وعندنا زنوب ومعاصي والأولياء قريبين من الله ندخلهم واسطة لأله ربنا قال ده الكفر الله ما دهير واسطة ما طلب منك واسطة قال لك الواسطة ده الشيرك ذاته تدعو الله طوالي عندك زنوب عندك معاصي عندك أي حاجة تسأل الله الله بالدك ده الكفر بتاعه وغير من كفريات البرعي قال قال واستمطروا بي فاستفتحوا بي باب الله يقبلكم ويصطفيكم بتقريب وإيصالي واستمطروا بي باب الفيض يغمركم بوابل الكرم القدسي في الحال واستمسكوا بعراء اللنف صام له واستوثقوا بمقاليدي وأذيالي فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب وإشكالي أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالي عشان كده نحن الصوفية ده قلنا لك بودوك جهنم وكثير من المخضوعين بهم أنا زاتي قدامك ده كنت مخضوع بهم لكن لقيت إنه كلام ده كفري والكتاب ده بيبيعوه برضو في الدارة السودانية للكتب يوزح هناك وفي المركز الرئيس بتاعهم في حلة خوجة لي هناك مسجد علي الميرغني في بحري بيبيعو لك برضو الكتاب ده تخش جهنم بأربعين ألف ولا كم ما عارف طيب الكلام في الرئيس نحن عندنا منهج بتحكمنا شريعة شوف الحاكم ديل لا يكفر حتى نتكلم فوقه الدليل شنو النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له نصيح لذي سلطان فلا يبده له علانية ولكن ليأخذ بيده فيما بينه وبينه فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه مثلا دار تنصح الوالي ما تمشي تقيف في المايك انت أيها الوالي واوال آخر لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تاخد بيده وتخلبيه وتنصحه شاكد النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الجهاد كلمة حق عند شنو سلطان عند ده شنو ظرف شنو ظرف مكان يعني انت لو دائر تناصح الحاكم دوه هناك ربنا لما رسل موسى لفرعون كان حاكم قال فقولا له شنو قولا فرعون ده قدر كيف في الطغيان والكفر والظلم والتجبر والعتو الشيء الكبير والعظيم بعد ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى أن يذهب إليه هو وأخيه هارون عليه مسلا فدي ده ده الكلام يا أخونا نحن بنتعامل بمنهج فأنا دائر أنا أطلب منك إنك تقرأ الكتب بتاعت الصوفية دي وتعرف ولا خش النت أكتب مثلا متحد شنو كده شيخ مقلة معارف يا هادي هدين أو كده قال قال الشايقي واقف واقف حمار في الطين راجي الصالحين يدول بنزمة ها حمار حمار يطير مع الطائرين حمار الشايقي عند الصوفية بيشتغل بالبنزين حمار يطير مع الطائرين وكلام كثير كله هوس ولعب بالعقول وده كله باطن الأولية في الدين فيه لكن ما الصوفية دي الكرامات في الدين فيه لكن ما الكفر الكرامة يا أخوان العلماء قالوا ما بطنقط آية ولا دليل شرعي ما ممكن أنا أقول لك من الكرامات إنه أنا بشرب المريسة زي ما جاء في كتاب طبقات والضيف الله قال من كرامات الشيخ خليل الرومي قال وأصله دنقلاوي جابري تعبد في الصعيد وساعد وسكن سركم المهم بجيب لك باللفز يعني أنا ما عارف سركم دي قاعدة من في الخريطة قال من كراماته إنه جاء واحد قال له شردت لي خادم شردت خاتم فاسأل الله أن يردها لي لغاية هنا نحن كويسين معك تقول لي زول اسمها أسأل لي الله وفقني في الامتحان يرد عليك الخادم كذا كذا ما في أشكال لكن ما تدعوه مش هو تقول له تناديوه زي ما بيعمل البرع والصوفية المعاو قال قال له ديرني أسأل لك الله قال لي جيب برمة مريسة وبصله وديكا خاصيا أسيد أجنودا قال فجاب له برمتين وديكين خاصيين وبصلتين فصف المريسة فشربه هو وضنقلته ثم قال له شيل الشجر فقل ألف باتاسا جيمحا فليق بخيته وقالت لا وين سيدي إلى آخر القصة الكاذبة الباطن في امتفد دا المنهج بتاعهم فنحن دارين تترجع للكتب بتاعتهم وتعرف ما يكون يا أخواننا الخطاب خطاب حماسي ساكن طيب في فرصة للحوار والنقاش لو في ذلك وين الناصريان يفوح السافر فرصة مفتوحة للتاني فرصة مفتوحة للمداخلات طيب قال فيروكم من أركان النقاش قال أحد المتحدثين في سؤال المنهج السلفي هو منهج ظلم لأنه حرفي ولا شنو ها حرف المنهج السلفي هو منهج ظلم لأنه حرف طيب كلام ضدع وعام مساكن تقول لنا حرفي كذا وكذا وكذا فتزول بكون ترابيلي ولا حاجة زيدي ما هو المفهوم للشريعة الإسلامية الشريعة وكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون ماذا تقصد من تطبيق الشريعة ما بقصد بها الحدود بس الحدود داخلة لكن أهم حاجة أخواننا ودي مسألة مهمة ودي كان مفروض نتطرق فيها للأخوان المسلمين إنه عشان نطبق الشريعة الحدود دي نعمل شنو ونجيب الخلافة لابد نبدأ بالعقيدة النبي عليه الصلاة والسلام لما انجمك كان في خمر وفي معاصي وفي ذنوب وفي منكرات ما بدلهم أول حاجة بيديه أول حاجة بدلهم بالعقيدة عائشة رضي الله عنها قالت أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم صور من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار ولو كان أول ما نزل ألا تزن ولا تسرق ولا تشرب الخمر لقالوا والله نزني ونسرق ونشرب الخمر ولا ندعوها أبدا رفتها فأول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيشنو بالعقيدة فنحن بنبدأ الناس بهذه العقيدة الأخوان المسلمين قالوا أول حاجة نبدأ بيشنو نمسك السلطة فوق وبعد ذاك نصلح الناس وده منهج خطأ نبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيشنو أنخلى أخواننا أنخلى لما بلال يقول لي أو أبو ذر يقول لي بلال يا ابن السوداء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنك أمرهم فيك جاهلية بلال يخد أبو ذر يخد خده في التراب ويقول لي بلال ما أرضى إلا تاخد كراعة في وشيه أنخلى الشغل دا يمشنو دا التوحيد دا التوحيد لكن تعال شوف الطرق الصوفية يقول لك نحن الأشراف ونحن جدا الرسول ونحن فلان وطيب أبو لهب ما عنده تراب طوالي جدك الرسول مستهب الإنساكي تأي يزول في البلد دا رعمل طريقة تجيب لك شيء بلبن ويجيب جريدت الدار ويجيب لك الكضابي يجيب فخوق دا نسبه شريف يا ظلم شوف لو بيجي ودى الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيغني عنك حاجة مع عدم العمل أو مع الإشراك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتيني الناس بأعمالهم ثم تأتوني بأنسابكم يوم القيامة فأقول لا أملك لكم من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شيئتي شنو لا أغني عنك من الله شيء فديلغاشين الناس إنه جدوا الرسول والشاكل معاك واحد وتلقاه عامل معاك شمطة أوووو ما لك يا ظلم دا جدوا الرسول طيب وعمله كيف طيب قال عامل رماد لماذا عطل عمر بن الخطاب حد السرق أول حاجة أثبت العرش ثم ما نقش إنه عمر بن الخطاب عطل حد السرق دا نمر واحد إيما أشوفها بتاعة علمانين المسألة التانية إذا افترضنا إنه عمر بن الخطاب عطل حد السرقة ما عطل حد الزنا وتلقاه خالط يقول لك عمر الخطاب حد السرقة أرجوك عشان نديك حد الزنا أرجوك يقول لك لا ما حد السرقة لا لا حد السرقة إنت سي أمشي إنت قال حد السرقة في شنو السرقة عشان يكتعوا يدك ما فيها شروط من الشروط إنك تبلغ تشيل مال يبلغ حد النصاب وإنه يكون شنو في حرز وإنه يكون ما في شبهة يكون ما في شبهة يعني مثلا لو سرقت لك جروش ما في حرز أو شلتها قد يطبقوا عليك تعازير بسموها في الشريعة تعازير في إمتى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ادرأوا الحدود باشنو بالشبهات فغد يدرأوا عنك لو افترضنا الكلام ده صاح دي بتبقى شبهة مانعة من الحد يعني مثلا إنت سمو عام الرمادة ليه لأنه الواطة بقت زي الرمادة من الحر ومن الجوع ومن الجفاف ومن عدم المؤونة بقت زي الرمادة شاكده سمو عام الرمادة يعني إنت لو جيت مثلا جم مطعم خطفت لك كرة جدا دا ما بينطبق عليك الحد الزول اللي بيقول شبهة دي وتلقاو زول ما شاء الله تلقاو زول كبير يقول لك الرسول إنت هسرك إنت مش جعان هاي شي لك بعد داك لو طبقنا فيك تعال قابلنا دا المفهوم كده المفهوم إنه لو زول سرك مع وجود الشبهة وكمان إنت لو يعني زول جعان امشي يأكل له مصنع كامل يقول لك طبعا دا عام الرمادة إنت بالنسبة لك دا ما عام رمادة دا عام ربيع عديل دا ما عام رمادة بالنسبة لك إنت لو مثلا في زمن بتاع عام الرمادة وشلت لك حاجة سركت لك أكل أكلت في بطنك قدر ما يسج جوعك بعد دا بنعزرك مثلا نوبخك كده لكن ما بنك تعيدك دا المقصود لكن ما المقصود إنه عمر الخطاب وقف الحدود كله ما المقصود دا إذا صح الكلام طيب قال السلفيين دينهم ليس دين رباني ما دي دعوة أنا قاعد أدعوك لأ الله من قبل بقول آيات وحاديث رباني دي يجيبها من وين ما من الآيات والحاديث ما برضو ممكن أقول له ذات دين ما دين رباني دي ما ما بتتحل كده طيب قال هل يوجد تناقض بين بعض حاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح والآيات مثلا قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وينفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البطاقة التي تطيش ب السجلات لا ما في تعرض بل الآلة الدليلين دي المجتمعات هذه البطاقة دي شن يا أخوان زول يوم الغيامة ربنا بجيبه على رؤوس الأشهاد عنده تزعة وتزعين سجل مش فيه سجلات بتاعت حسناته سيئات تزعة وتزعين السجل مد البصر يعني قدروا متعاين دحقوا وكلهم سيئات كلهم معاصر فربنا بيقرروا بذنوبه الذنوب دي عملتا أي عملتا الملائكة ظلموك لا فربنا سبحانه وتعالى بيخرج ليه بطاقة اتخيل تزعة وتزعين سجل السجل مد البصر كلهم معاصر يمرق ليه بطاقة وديلك خطو في السجل في الميزان يعني في الميزان السجلات فيقول يا رب وما تفعل بطاقة مع هذه السجلات البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله شهادة التوحيد لكن شهادة نجيضة لا فيها قباب لا فيها أضرحة لا فيها حجاب معلق ولا فيها غيره قال فتوضع في كفة والسجلات في كفة فتطيش بالسجلات ثم يدخل الجنة الكلام ده مع الآية ربنا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الزعل الماب يدعو مع الله إله آخر ده قد ينال هذا النوع من أنواع الشفاعة إنه ربنا سبحانه وتعالى يغفر له الذنوب بقية الآية هذه تحت المشيئة ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك شنو؟ لمن يشاء في ناس النبي صلى الله عليه وسلم بيشفاعة ربنا ليو يخش الجنة بمعاصيهم وبغيرهم ناس قد يعذبوا في القبر ناس 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 لكن ما بيخلدوا في جهنم طيب سبب وجود أكثر من رواية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنها كلها من الصحاح لأنه الناس بيختلفوا في الضبط مثلا حديث القبيل حديث عذاب القبر قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما حدوما فكان لا يستنزه مش برواية وفي رواية تانية لا يستتر وذلكل الروايات ما بينها تنتعارض اليستنزه معناه ما بيكمل الطهارة والبيستتر معناه كان بيقضي حاجته أمام الناس فذلكل بيعذبوا شنو؟ في القبر وكل هذه الروايات فيها فوائد وتفسر ببعض ما هي آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى المعجزات كثيرة جدا منها القرآن ربنا تحدى به والفصحة ما يقدر يجيب زيه رفتها؟ من آيات الله سبحانه وتعالى من آيات النبي صلى الله عليه وسلم التي عطاها الله له من آيات انشقاق القمر من آيات النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الطعام في يده عليه الصلاة والسلام من الآيات أن يسلم عليه الحجر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي واحد من الصحابة لعل ابن عباس أو علي قال مشيط للحجر عشان يسلم عليه قلبت ما أسلم عليه تليس سلام عليكم ما أسلم عليه فدي معجزات دي كل آيات والنبي صلى الله عليه وسلم دخل يده في الموية وبرك فيها شرب منه الجيش النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق جاو جابر صنع عليه غنماية زات غنماية تعبانة وعندهم باقي دقيق النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة جابر قتليه بالله ينادي الرصول صلى الله عليه وسلم معاه واحد ولا اتنين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ناداه جابر قال يا أهل الخندق إن جابر يدعوكم إلى الطعام وقالت ليه ولا تدعو معهم إلا واحد أو اتنين قال فدخلني هم شديد وامرأته قالت فعل الله بك وفعل رضي الله عنه مجمعين بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما تغلوا القدر واللحم والحاجات زي دي خلوني أجيكم فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في القدر وقال لهم يلا الخبزي أخبزه وبصق النبي صلى الله عليه وسلم في الخبز يخبزه 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 نبي صلى الله عليه وسلم وفي قصة ابو هريرة أيضا نبي صلى الله عليه وسلم الناده للصفة ابو هريرة قال كنت جعان جوع شديد رضي الله عنه قال قعدت في الشارع عشان زول يعزمني شوف الصحابة ديل في شأن الدين شأن الدين يجي البرع يلعب بهم أبنا خليهم أصوا من خليهم قال وقفت في الشارع جاء وبكر سألت عن آية قال وانا عرف بي معناه بس عشان يقول ليك ده قبل أوريك راح البيت فأخبرني ثم ذهب ثم جاء عمر فسألته فأخبرني فذهب فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم من حاله من شكله إنه ابو هريرة رضي الله عنه يعني ما لاقي طعامه داري أكل فالنبي صلى الله عليه وسلم ساقو معه ومشى الحجرات تعتز زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم عندكم طعام قال والله ما عندنا إلا لبن أهدته فلانا من الأنصار أبو هريرة قال أو قدح لبن قال لو حاشبع في اللي يامات ديك حاشبع اليوم ده بس قال لما خلاصنا دار أشرب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة اذهب فادعوا أهل الصفة قالوا أهل الصفة أضياف الإسلام ثمانين رجلا في قدح بس ثمانين نفر قال فدخلني غم وقلت وما يفعل اللبن في أهل الصفة ولكن لم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبود فدع أهل الصفة والنبي صلى الله عليه وسلم دع في اللبن فشربوا كلهم وأبو هريرة بوزع لهم بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبو هريرة فقال بقيت أنا وأنت أبو هريرة تبسم رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب فشرب قال اشرب فشرب قال اشرب فشرب قال اشرب قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا قال لك ما لا يتب فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة فشرب منه شوف الكلام ده كيف فدي معجزات كتيرة شوف ما في شيخ طريقة بسوي الحاجات دي يقول لك يا سلام يا أخ انتو الحاجات دي دا سنة من وين ما تمرقوها عشان نمشي للشيوخ ديل نمرقها وين أنا أقول لي حاجة بزغ فيها البرعي ما بجيني تيبي أو عا تدقس أو عا يقول لك ولسه فيها حديث كثيرة العلماء قالوا فيها مؤلفات البهغ عنده كتاب اسمه درعي للنبوة في امتى حاجات كثيرة لو دار أذكر إليك المغام ما بالتسع ها النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يعرق أم سليم كان بتجي تشيل العرق وتقول يا رسول فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثير العرق فقال ما هذا يا أم سليم قالت يا رسول الله عرقك نطيب به طيبنا قلت له العرق بتاعك ده نحن بنخلي الريحة بتاعتنا ذات سمح عرفتها؟ تجي أوعك تمشي تتمردغ للشيخ تتوضى بمويت الوضو تشرب مويت الوضو وتتبرك في امتى والشيخ يجي بزغليك وتجي تأكل والشيخ فيه بركة ما فيه وي بركة الشيخ مجرم والله أوعك يغشك أو يديك ترابة وغيره ما يغشك ما يلعب بك فالشغل ده خاص بالنبوة صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك إنه الصحابة ما تبركوا به بكر الصديق ولا بعمر بن الخطاب ولا بعثمان ولا بعلي رضي الله عنه مجمعين ما تبركوا بهم لو كان بجوز أصلا التبرك بالطريقة دي كان يتبركوا بالصحابة أفضل الأمة برعب يساوي عندهم حاجة ما بساوي عندهم حاجة ولذلك يا أخوانا الهيسان ما يكون يغشو الجماعة ده طيب طيب الحديث عن المشايخ بالإسم ما فيه حاجة فرينه لماذا أنتم تدعون الناس إلى الوحدة في الدين وأنتم كذلك طوايف أنصار صنة وسلم وسرورية وغير ذلك أيها هذا سؤال محترم جدا طيب عشان 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 أنت رأسك ما يتلقبت وده برضو ممكن نضيفه للسؤال القبيل من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بأمور مستقبلة بالوحي فتقع كما قال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا لسه ستلقى خلاف كثير طيب الحل شنو هل الرسول خلانا كده قال فعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديينة من بعد رفت السرورية ديل منو السرورية ديل ناس داعش ناس عبدالحي يوسف فواحد هنا اسمه عبدالملك حي شنو اسمه ها حي الشهيد ولا شنو اسمه عبدالملك قرأ جامعة النيلين ده بغش الشباب بيجاي بيقول لهم رحكم داعش وداعش دي ما فيها حاجة وانها هنا كافر ونتفجر به وجهاد النكاح وكلام كتير فارغ كتير جدا فهمتا يقولوا يلعبوا على الشباب ديل فالديل السرورية منهجه منهج الخوارج وديل منحرفين بيجمع العلماء اما انصار الصنة دي الناس بيقولوا يكرموا في الصوفية يكرموا شيخ الطريقة السمانية وخلوا دعوة التوحيد الناس الاصلاح بيقولوا شغولهم كلهم زي ما بيعمل دكتورهم واحد اسمه الهواري ما عارف مؤتمر عن موانع الحمل واي شمازي عارف الموانع انت بتوري وانت كلم الناس التوحيد انت موهم النبي صلى الله عليه وسلم لما الرسل المعاذ قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه موانع الحمل إلى أن يوحدوا الله فانصار صنة باعوا الشغلانية باعوا فكوا فالدعوة الصحيحة دعوة السلف ولما نقول السلف معناه شنو معناه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ده الموضوع ده الموضوع فما أقصد إنه أشخاصنا وتبقى معنا ولو ما بقيت معي وكذا ولا عندنا تسجيلات وكذا ما في طيب 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 سؤال عبد الحيوسي في زعى الطيبة عن الحنة بالنسبة للرجل قال جائزة ما قول الدين في هذه المسألة ما بيجوز يا أخوانا ما بيجوز الحنة للراجل ما بيجوز بل هي من أفعال النساء والنبي صلى الله عليه وسلم لقى امرأة ما متحننة فأمر أهل إنه يخضبوها لأنه قال لو كانت لو كانت امرأة لخضبت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى الرجل متحنن ف فزجر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية الخالق هنا لو غضبت عليك أنت ما بضرك حاجة في الإسلام ولا ربنا بيغضب عليك ليه؟ بل ربنا بيغضب عليك لو أطعتها لأنه دي معصية فما تطيع يجوك الجبهجية زي واحد يسمي محمد أحمد حسن يقول لك عشان أمك ترضيه تديها حتيت بتاعة حني ما بدي أي حني تمهم ولا شن ما بدي أي حني أنا بصاحبة بقول لا يا أمي أنت ما رفاض لو كده لكن الكلام ده بوديني النار وما بيجوز وكده فما بعمل لكن ما بأخذ تليه كده أو واحد قال تسلم بالفتاعة بتاعة ناس الترابي وشل البايخة دي يقول لك تسلم على المرأة تسلم على بحائل تخذت لك حاجة كده أنا أشوف المرأة دي إلا 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 تبقى مرأتي أو أختي أو محرم بالنسبة لي لكن لو بيقات أجنبية أجنبية مش معناها الملكة جانسي أجنبية معناها بيجوز لك تتزوج بها دي سما أجنبية يعني الألافات هنا في الجامعة يقول لك دير إخ بلغت يا أخ دي السودانيات يا أخ عند الرغم وطني لديك تتا أجنبية والله لو بيدخالتك برضو أجنبية لأنه بيجوز لك تتزوج منه فما بيجوز لك تصافحة ما بيجوز لك تصافحة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس أمرأة لا تحل له في أم رأسي خير له من أن يمس أمرأة لا تحل له فما بيجوز يا أخوانا المصافحة في إمتى واحد يقول لك بيحايل واحد يقول لك بيعمة دي شغل بتعجب هجية دين بالمزاجات وبالمقاسات شوف بكم سبعة سنطي دا الدين سبعة سنطي هاك سبعة سنطي دين عشرة ملي عشرة ملي دا لعب دا لعب فما بيجوز لا بيحايل لا ما بيحايل ولا تلصقه بالحيطة ولا كده دا دار تولع لمبة ولا دار تسوي شنو ما بيجوز حرام وضعي انتهى طيب فعبد الحي يوسف ذاته بعدين شوف الشباب اللي بيمشوا المشوا داعش مش قبل فترة في بنات مشوا وأولاد مشوا دين كلهم أو الغالب فيهم أو كثير منهم دين طلبة لعبد الحي يوسف المشوا داعش النسوان مشا داعش عندنا حاجة يسمى جهاد النكاح طبعا هناك يقول لك المجاهدين وليه يبساكت واحدة الإسلام ما بيعرف فوقه اي حاجة بدل ما يتعلم الإسلام والدين وينشروا في بلده يقوموا يتلملموا مجموعة من الصعاليق والمجرمين ووديل يمشن هناك ها انت عارف بيمشن ليه لانه هناك جنسيات كلها جنسيات سورية وبتاع والله جد واحدة تلقاه مشت يقول لك جهاد النكاح دا يزوجه ساعتين بعد ذلك دا ثلاثة يوم دا أربع يوم دا زينة دا زينة والله الذي لا إله غيره وده يا أخواننا يساء للإسلام فده كله من اللعب دا كلهم متأثرين بفكر عبدالحي يوسف وطلبتوا قاعدين قالوا معانا في جامعة السودان وكثير منهم ناس بنعرفهم واحد واحد مشا واحد من أخواننا نصح أمه قال لها عندك قريبك الودة بضيع عليك قالت ليه ما عندك بيو شغاله وكده وكده بعد شهر جاءت تبكي للولد فدي بو شكلة طيب طيب قال لا يوجد سلف صالح يوجد سلف صالح ما هو الموضوع ما غلاد لو جيد قلت لي لا يوجد كتاب و سنة قلت لك يوجد كتاب و سنة فدي ما بتتحل بالغلاد بتتحل بالمراجع كلمة السلف قال لي فاطمة رضي الله عنها فإنه نعمة السلف وأنا لك نعمة السلف الصالح هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان بن مضعون نعمة السلف الصالح فهذه اللتة موجودة في الكتاب و السنة طيب المساواة في الميراث بين الذكر و الأنثى تعتص صادق المهد دي عبارة عن كفر بالله رفتها لأنه ربنا قال للذكر مثله شنو حظي الأنثين صادق المهد قال لا ينبغي إعادة إعادة قراءة آيات المواريث بصورة تناسب العصر تناسب العصر يعني الآيات دي تلوليوة 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 لغاية ما تخد معنا في 2016 بعد كم سنة ممكن مثلا من الناس يقول يا أخوانا دارين زواج المثليين خلاص يقومي لو لي ولو تاني نصوص عشان يجيبه يطوع الدين لأهواه هذا كل أخوانا كفر بالله طيب ما حكم التعامل مع أهل البيدع أهل البيدع دي شنو يا أخوانا دينا الناس أجاووا بي دعا أخوان مسلمين سرورية خواري تكفيريين تتعامل معهم كيف تتعامل معهم بالبعد منهم تزيح منهم بعيد شوفوا الغضب البينزل على الزول يا أخوانا عشان كده في فائدة قلنا القصة بتاعة الزول القال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل العلم قالوا في حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم في صحابي اسمه عبد الله الحمار أو حمار بن عبد الله صحابي جليل كان بيشرب الخمر دي كبيرة ولا ما كبيرة وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به يوم وقد شرب الخمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس فأقاموا عليه الحد الده حد الخمر فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به قال الزلد ملعون كل مرة يجيبوه يقوم يشرف في الخمر قال كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله وقال لا تعين الشيطان على أخيكم العلم قال الزلد بيشرف الخمر كان بضحك النبي عليه الصلاة والسلام والقبال ذاك في صفة قالوا كان ناتي الجبهة غائر العينين له خطين سودين بكاء من خشية الله قالوا وركبوا جبهتك ركب المعزة من كترة السجود ويطالتها ده بعبادت الكثير دي غضب النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده العلماء قالوا البدعة أشد من شنو أشد من المعصية وده ما فيه تهويل للمعصية يقولوا يواء كده خلاص خلينا نخلط لا ده حرام قلوا حرام طيب هل مذكرات الجاسوسة البريطاني هنفر التي تكلم فيها عن محمد بن عبدالوهاب صحيحة أم هي مجرد أقزوبة هي مجرد أقزوبة بيقول لك محمد بن عبدالوهاب رباه واحد انجليزي اسمه مستر هنفر مستر هنفر ده أبو منو جاي من وين واقع من ياته شجرة مبورو نفترض أنه رباه مستر هنفر ورباه مستر الشيطان إبليز ذاته الكبير طيب الشيخ عنده كتب والبرع والسمانية وغيرهم عندهم كتب اتعرض الكتب دي على الكتاب والسنة كتاب التوحيد كتاب القواعد الأربعة الوصول التلاتة كشف الشبهات غير من الكتب السيرة النبوية اختصار زاد المعات غير من الكتب النافعة للشيخ محمد عبدالوهاب أمشي أعرض على الكتاب والسنة بيقول لك مثلا كتاب التوحيد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون طيب هنفر هنا وينو لا في هنفر لا في أنتر ما في أي حاجة دي وهماء الساكت ولك مستر هنفر ما مستر هنفر ما بتغني حاجة تجيب كتابه وقول ده مخالفة الدين والإسلام رباه هنفر رباه ويزول ده ما موضوعنا طيب ما حكم العمليات الاستشهادية في بلاد المسلمين المحتلة ضد الكفار ده انتحار والبيقول لك استشهادية ده أول حاجة خليه يتفجره خليه يتفجره يا شباب الإسلام ده القعد ده الحي يوسف يا شباب الإسلام وينبغي علينا أن نذيقهم الويلات والتحية لأسامة باللاد الذي دوخ أمريكا تقول الليلة أمريكا دي جيبوا لدي رب داخل كويس دوخ أمريكا وعمل وعمل أها وينبغي علينا أن نجاهدهم ونفعل ونفعل نسوي شنو قل لك بيت تحت تحت قل لك أسمع هاك الحزامنا طيب ما تشتري التواحد مالك والله أربط لك حق جدا انت مالك ما بيشتغل معاك مستهب المجرم قل لك ينبغي أن يقتلوا وعملية تفجيرية وشيد ولابد تموت سهيد وكذا ويجب لك نصوص صحيحة لكنهم فاهمة غلط تمشي تتفجر في ناس مسلمين تموت بتاع منتحر منتحر تمشي جهنم دو كله لعب ساكن دو لعب ما في جهاد اللي بكون تحت راية جهاد ما بكون شغل بتاع قتلي للنفس وغيره الجهاد دو بيكون فيه نكاية وعنده شروط ولابد من إقامة القوة ربنا قال وعدوا لهم ما استطعتهم شنوه من قوة إخوانا ما ممكن إحنا هنا نمشي النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي في الآية دي ألا إن القوة الرمي أن إحنا بضربونا بطيارة بدون طيار فهمت وإحنا ما عندنا سلاح نجابها النازل نمش نجاهد هل ده مطلوب شرعا ده ما مطلوب شرعا ده بل من التهلك المحرمة لغاية ما المسلمين يعدوا هل ده معناها يقيف وما يقيف يعني إنت الليلة كده مثلا جبت لك سلاح بيضرب بالإحداثيات السلاح ده الصنع منه صنعه الأمريكي ممكن يكون خطي لك فوقه مصيبة بالأغمار الصناعية توجهه كده ما يستغل معك تعامل شنوها ما هو ده زول المتفوغ عليك شاكده ربنا قالوا أعده الموضوع ده لابد فيه من إعداد إعداد قوة ما هي ثلاثة أنفات ده شايل كمشة وده كده ويمشوا يمرقوا لا لا الموضوع ما كده في إمتى وده شغل العمل والأخوان المسلمين تمشي لي يقولك هذا الحاكم طاغية وجبار وإن بشار وإلى آخر طاغية وجبار ما ركت عليه ما قدرت عليه بنجمك بنجمك فده كل يا أخوان من الأمور المخالفة للإسلام طيب قال الخلاف بين مزمل وأداب محمد مصطفى وكده ما رأيك في هذا ده نحن خلاف معاوله في دين ده حديث محمد مصطفى عبدالقادر وادمنا أنصار صنة قال الصحابة تقاتلوا من أجل السلطة والدنيا والكلام ده كلام الشيعة وفيه فتوى الشيخ الفوزان والشيخ عبيد الجابر وغيرهم من العلماء وده ما دار له ذات فتاوى ربنا سبحانه وتعالى من وضوح يعني ربنا سبحانه وتعالى قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا ربنا قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد دي نزلت في الصحابة يكونوا دارين دنيا وكده طيب في فرصة أخيرة للنغش إذا ما فرصة إن شاء الله نقف للحد إذا كم الله خير وإن شاء الله بكرة الليلة أو بكرة البرنامج زي الوقت ده حيكون في كلية التربية الدمازين إن شاء الله وصية القحطان